اشتركوا في القناة في الأول مجموعة من الأخبار والحقيقة فيه توقفات كتير لأكتر من منافسات عشان منتخباتنا بتلعب بطولات فده أكيد انعكس على سير البطولات المحلية ولكن ما شاء الله نادي الأهلي مؤسسة كبيرة هنحطكم في كل أجواء الألعاب الأخرى اللي يعني عايز يعرف في الدنيا وصلت ايه بالنفس فين أخبارنا ايه هنقول لكم كل حاجة ده في النصف الأول من حلقتنا النصف الثاني بيبقى الفقرة الحوارية والحقيقة النهاردة معنا ضيفين ضيفين الشرق وضيفين في الغرب ضيف يعني لعبة جماعية وضيف لعبة فردية النهاردة هيكون معنا واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين في الكرة الطائرة واللي ليه تاريخ كبير جدا جدا جوه النادي الأهلي كلاعب وكمدرب وكمدير فني وأيضا ليه تاريخ عمله خارج جدران النادي الأهلي هيكون معنا كابتن وائل العادي كابتن وائل العادي ماسك النهاردة أو طبعا موجود جوه النادي الأهلي وأهارد عليه نائب رئيس جهاز قطاع الناشئين والناشئات نائب كابتال حمد الصافي في الكرة الطائرة والحقيقة وهو المسؤول عن الجزء بتاع الناشئين كابتال واحد العادي من المدربين اللي ليهم باع كبير سواء على المستوى الكبير وعارف كويس قوي اللعيبة على مستوى الفريق الأول محتاجة إيه وزي يجهزهم تحت في قطاع الناشئين وكمان عنده خبرة كبيرة جدا في صناعة اللعيبة فالنهاردة وجوده ويعني داخل جدولنا دي الأهلي الكل لازم يكون معنا ضيف عشان نتكلم عن الفتر اللي فاتي كاش في حسابي ممكن بطولات القاهرة كلها انتهت بالنسبة لقطاع الناشئين هنتكلم معاه هنتكلم عن مستقبل الكرة الطائرة في النادي الأهلي رجال خاصة النادي الأهلي صاحب التاريخ الأكبر في الكرة الطائرة مش بس جوى مصر ولكن في القرى الأفريقية كلها طبعا زي ما حضركم عارفين السنة دي في بطولة أفريقيا اللي هتتلاقي على صالة الأمير عبدالله الفصل بالمقر نادي الأهلي بالجزيرة رجال وسيدات الكرة الطائرة والبطل بتاعها يتأهل لبطولة العالم للكرة الطائرة يعني في حدث تاريخي يمكن من أول مرة يحصل في العصر الحديث ان بطل أفريقيا يلعب في بطولة العالم فنتمنى ان شاء الله تبقى المشاركة الأولى للنادي الأهلي خاصة ان البطول على بلعبنا ووسط جمهورنا بإذن الله كابتون العادي هو يعني ضفنة الأول ضفنة الثاني أسطورة كبيرة أسطورة كبيرة حط بن قسين كده دي حقيقة علاء أبو الآسم صاحب المدليا الوحيدة الأولمبية في سلاح في لعبة السلاح ودي كانت في الأولمبيات لندن عشرين اتناشر علاء أبو الآسم من أحد أفضل الرياضيين في تاريخ مصر كلها علاء أبو الآسم يمكن السلاح شاهد طفرة الفترة اللي فاتت وأقول لحضراتكم ليه ولكن يعني الطفرة الكبيرة حصلت بالمدليا الوحيدة اللي اتخذت فيه من حوالي 11 سنة تحديدا في لندن علاء أبو الآسم مازال بيلعب أو زي ما بقول لكم لسه بيلعب ومؤهل أو مرشح بنسبة كبيرة يتأهل مع منتخب مصر إلى باريس عشرين اربعة وعشرين ده مثل أعلى لكل لعبة السلاح الحاليين والسابقين في مصر علاء أبو الآسم النهاردة هيكون ضفنا هنتكلم معاه مش بس عن مشواره لا هو ماسك مدير رياضي في الاتحاد المصر للسلاح بالمناسبة الاتحاد المصر للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني مع حفظ الألقاب طبعا واحد من أهم الشخصيات الرياضية العساحة أنا بقول لكم يا جماعة هذا الكلام وأنا عارف أنا بقول إيه واحد من أهم الشخصيات الرياضية في الساحة الأولمبية استلم يعني اتحاد السلاح عامل شغل جيد جدا معاهم محقق انجزات يمكن احنا بنتصدر التصريف العالمي في الناشئين منتظرين يا رب يكل المجهود وتعب وتعب كل الاتحاد وتعب اللاعبين والأجهزة الفنية بميداليا وميداليتين في باريس عشرين اربعة وعشرين علاء أبو الاسم يكون معانا في الفقرة التالية معلش أنا بطول شوية في تقديم الضيوف عشان حضراتكم تبقوا عارفين مين ضيوفنا النهاردة وأهميتهم إيه وده واجب لازم نعرف السادة المشاهدين بين جمنا وأبطل هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد كرة اليد الدوري رجال متوقف لأن عندنا بتولة أفريقيا في يناير يناير ده شهر البطولات دايما تعودناها بتولة أمم أفريقيا في كرة اليد اللي هتقام على صلة واحد باستاذ القاهرة بطولة أفريقيا لكرة القدم والجنباز العديد يعني أنا كنا بنتكلم في حوار مع فريق الإعداد بالكامل كان شهر واحد عندنا يعني أحداث كتيرة جدا طيب كم لعب من منتخب مصر من النادي الأهلي تم استدعاءه من النادي الأهلي 12 لعب 13 لعب تم استدعاءهم من خوان كارلوس باستير المدير الفني الأسباني اللي بيتولى مسؤولية مسؤولية الفنية المنتخب مصر لكرة اليد طيب البطولة هتتلاعب من إمتى من 17 ل 27 طيب هل 17 لعب دول هم الفاينال هيكونوا مع المنتخب لا طيب المنتخب كان عنده مباراة مهمة مع السعودية كان أول مباراة وفوزنا 33-27 في مباراة شارك فيها الجميع عشان يقدر يجربهم دي الأقطات من مباراة السعودية اللي كانت فيها المركز اللومبي طيب حضاركم حافظين الصلاة دي خاصة بعد مباراة كرة السعودية السعودية اللي أناها لحضاركم الحلقة اللي فاتت أو يوم الأربع اللي فات يوم الحد اللي فات أنا آسف يوم الحد اللي فات دي صالت مركز اللومبي طيب هل 13 لعب دول هيكملوا؟ لا مش 13 لعب دول هيكملوا بيختار منهم مجموعة ولكن كون أن يعني يحصل كل ل 13 لعب من نادي الأهلي فيدلك قد إيه نادي الأهلي؟ يعني مستر خوان كارلوس مؤجب بإمكانية لعبته طيب نقول 13 لعب مع بعض إبراهيم المصري عبد الرحمن حميد عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن طه كل دول حراس مرمى فيصل حميد وفيصل وطه بس طبعا طبعا حضراتك عارفين فيصل بيلعب بره في ألمانيا وعندنا عمر خالد وعندنا كاستلو وأحمد الشام سيسا ومحصر رمضان وأحمد عادل وياسر سيف ومحمد مجدي وأحمد خير ومحمد لاشين وبلال إبراهيم زي ما حضراتكم شايفين كل المراكز خط خلفي حراسة مرمى ونجات وعندك كمان يعني كل الأعمار المسابقات المحلية طبعا متوقفة إن شاء الله بعد كأس أفريقيا هتبتدي البطولات كان آخر الشتراك لينا وآخر منافسات كان بطولة السوبر المصري مع نادي الزمالك في دولة الإمارات الشقيقة واللي انتهت بنتيجة 26-24 وعلى أساسها توجه النادي الأهلي بطلا للسوبر المصري كل التوفيق لفرق النادي الأهلي وفريق كرة اليد النادي الأهلي وكل التوفيق أكيد لمنتخبنا يعني كرة اليد خلاص الناس بتحبها وبقت لعبة شعبية تانية شيئا أباين بنتيجة أو بنتائج منتخبها بقت لعبة شعبية تانية في مصر طيب دور السيدات لكرة اليد واقف لا مش واقف هو كان متوقف قبل كده لأن المنتخب كان متجمع لأن الاتحاد الموجود كابتن الأمين رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد المؤقت لكرة اليد عامل منتخب للسيدات وبينطبع نفس نظرية الرجال كل فترة يعمل ستوب للدوري يعمل 3-4 مبارات ودية ويرجع يستقنف تاني فالمنتخب كان متجمع لمدة شهر بعد الشهر ده فرقتنا رجعت تاني وعندنا مباراة مهمة جاية مع نادي سموحها تكون في صالة الأمير عبدالله الفصل بإذن الله يوم الجمعة القادر طب منتخب نواف ليه؟ منتخب نواف عشان يلعب 3 مطشات ودية كانت مع منتخب الناشئات منتخب مصر الناشئات المنتخب الكبير باللعب الناشئات وكان منتخب الجزار ومنتخب الكونغو دي دورة ربعية كانت معمولة كل اللعب بعضه ودي لقطات من المباراة وكانت برضو في المركز أولومبي في المعادي الصرح الرياضي الكبير ان شاء الله اللي بيجمع كل الرياضيين وان شاء الله لما تتفتح العاصمة الإدارية أو المدينة الإلومبية في العاصمة الإدارية أكيد طبعا هتبقى ضفقة قوية لكل الصلاة اللي عندنا اللي بيميز المركز الإلومبية الحقيقة أن فيه أوتيل في نفس المركز أنت بتنزل من أوتيل ماشي بتبقى في قلب الصلاة فطبعا يعني ده اللي بيميزه وكل ده أكيد بيبقى بيوفر وقت على اللعيبة طيب ماتش اسموحة ده الماتش في الجولة التاسعة كنا لعبنا مباريات تمانية قبل كده فوزنا بيها دي المباراة التاسعة طيب فرقتنا كرة اليد سيدات ماشية كويس جدا بكيادة كابتن محمد عدد زولة المدير الفني والجهاز الفني الدنيا كلها ماشية بشكل جيد سواء الرجال والسيدات حتى الآن نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في اللي جاي عندنا السوبر عندنا دوري السوبر طبعا أو دوري المصري عندنا كأس مصر طبعا يعني حابب أوضح أن المباراة دي لسه في الدور التمهيد لسه ما دخلناش في الجد كل التوفيق لفريق كرة اليد سيدات في النادي الأهلي هنروح لكرة السلة رجال منتخبنا برضو الدوري وقف تماما لأن منتخبنا عنده البطولة العربية اللي هتنطلق إن شاء الله الإسبوع القادم بإذن الله في خمس لعبين تم استدعاهم من النادي الأهلي في جهاز الفني للمنتخب وبالناسبة الجهاز الفني بقيادة كابتن وقل بدر رفيق الملعب يعني سنوات طويلة وكابتن سولي أو محمد سليم مدير فني نادي لمصير التصالات الفريق الأول الاتنين دول كانوا مساعدين روي رانا المدير الفني الكندي بعد ما الاتحاد المصري بقيادة أو برئاسة الكابتن أو دكتور مجدى مفريخة قرر إنهاء تعاقد روي رانا أسند المهمة للجهاز المعاون والحقيقة إحنا حيين هذا القرار وشوفنا إن القرار ده قرار يعني من وجهة نظرنا المتواضع إنه قرار صائب لأنه أنت مش في وقت أبدا تغير مدير فني أو جهاز فني بجهاز فني جديد إنت عايز تمشي على نفس السيستم لعبة بيك أس العالم طيب البطولة العربية مين اللي مشارك فيها أنا هقول لحضراتكم القرعة وكل حاجة تعاملت واللعيبة كمان مين اللي نضم من لعبتنا في يعني منتخب مصر عندنا خمس لعيبة عمر الجندي كريم حاتم إهاب أمين عمر طارق عمر زهران طيب قرعتنا تعاملت يعني من من شوية وأصفرت مين بقى الكويت إحنا مع مين إحنا مع في المجموعة التانية مع الكويت وتونس والمغرب والإمارات مجموعتنا تاني مصر الكويت تونس المغرب والإمارات أما المجموعة الأولى فضمت أربع منتخبات الجزار الليبيا موريتانيا السومال هنبدأ مطشطنا يوم الثلاثة إن شاء الله مع منتخب الإمارات بإذن الله الثلاثة اللي جاي ده طبعا جدول المبريات وطبعا رئيس الاتحاد العربي كابتن جرجاوي الإماراتي واحد من معشاق كرة السلة العربية منتخبنا البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 12 لقب آخر لقب حققنا 2016 كل التوفيق لمنتخبنا بطولة صعبة أنا يعني صعبة ومش صعبة لأننا بحكم الخبرة يعني في بطولة العربية المنتخبات الكبيرة دي الفرق أو الأسامة الكبيرة في المنتخبات الجزائر تونس الأسامة الكبيرة بتيجي بالبيتين أو الناشئين وعندي مفاجأة كمان لكم أنه لو تتذكروا لعبنا السابق التونسي أمين روزيق أمين روزيق لعبنا التونسي السابق اللي كان محترف في صفوف النادي الأهلي واللي حصل على الدوري كنا مع بعض يعني كان أمين روزيق دايما كنا بن أبا معد في قوضة واحدة وحصلنا مع بعض على لقب الدوري سنة 2013 وكان مدير فاني كابتن أشرف توفيق وحصلنا على كأس مصر قبلها بسنة أمين روزيق جاي مدرب عام لمنتخب تونس الحقيقة هو تواصل معي وبعتلي من تونس وكان عايز يشوفني يعني وكده لأننا قلت له أي مرة هتنزل فيها القاهرة لازم أشوفك وانا لما بروح تونس كمان بتواصل معا فان شاء الله هنقابله وهنحاول نجيبه يبقى ضيف معانا عشان يعني نتذكر الذكريات دايما اللعبة التونسة ليهم علامة وبصمة مع النادي الأهلي طبعا على رأسهم على الإطلاق علي معلول رئيس جمهورية لعيبة تونس في مصر يعني على مدار التاريخ وكل اللعبة التونسة عندك طبعا أميرو زيق أسامة الجزيري اللي كان مع كرة اليد لعبة كتير تونسة لا مش عايز أنسى حد كل التونسة اللي جمع النادي الأهلي عملوا أداء كويس وكان وكنا سعداء بيهم جدا سعيدة المحترفة الكرة اليد التونسية كل دول كانوا موجودين وعملوا يعني أداء كويس وقدوا في النادي الأهلي بشكل جد وطبعا قابليهم كل دول طبعا عموهم وعم الدنيا كلها أنيسبو جلبان طبعا هاداك فاكرين هذا اللاعب لعب كرة القدم أنيسبو جلبان يمكن أنا وعيت عليه وشفته ومن أحد عشاق النادي الأهلي حتى الآن ولو حضراتكم تفتكروا كل المباراة لنادي الأهلي في تونس أنيسبو موجود وبيساند لنادي الأهلي بشكل قوي جدا إن شاء الله نحاول نجيب أمين معنا بإذن الله الأسبوع الجاي لما ييجي ويسمح جدول مباراةه أن يكون ضيف معنا بإذن الله هنروح لكرة القائرة رجال ماشيين كويس فيه مدير فني جديد زي ما حضراتكم عارفين فرناندو منزو الأسباني يعني ماشي بشكل جيد يعني طيب خلينا طب أستأذنكم يا جماعة خلينا نروح لرجال بس نخلص السيدات الأول لكرة السلة سيدات كرة السلة زي ما حضراتكم عارفين والأسبوع اللي فاته اللي فات شوفنا لقب منطقة القاهرة وحصدنا ثلاث كؤوس فردية من أصل خمسة يعني الفرقة كانت شكلها كويس وكان الفاينال مع الجزيرة الجزيرة مركز ثانيس هليوبلس مركز ثالث كابتن طريق خير المدير الفني قافل صفحة الفرقة ودي طبعا صورة تذكارية برضو في نفس الصالة صالة المركز أولومبي بالمعاية كابتن طريق خير المدير الفني قافل خالص تماما هذه صفحة وبدأ يرفع الأحمال استعدادا للسوبر طب مباريات السوبر أو دول السوبر مستمرة لأن السيدات أو منتخب السيدات ما عندوش مشاركة عربية المباراة اللي جاية هتكون مع سموحة أول مباراة لهذا الفريق هتكون مع سموحة في دور الستاشر في السوبر بيستوف تري اللي بيكسب ماتشين بيتأهل مباشرة طب يا كابتن هيسم هيكون المرتبط معنا لا شكرا المرتبط خلاص أدل عليه وانفصل المرتبط عن الفريق الكبير أصبحت المباراة القادمة بالفريق الكبير فقط طبعا كابتن غزاوي عوض مجلس الإدارة وصورة إذكارية مع الجهاز الفني وإذا ما حضراتكم شايفين الكأس بطولة بطولة القاهرة وطبعا كل اللاعبات طب الفريق ده يعني الأسف عنده بعض الإصابات فيه مطالبات بتغيير المحترفة السنغالية اللي هي متواجدة الوقت بتلعب بطولة أفريقيا مع سبورتي يعني إحنا فيه كلام إنها تتغير فيه كلام مش هتتغير إحنا عندنا طبعا معلومات وعندنا أنباء ولكن إحنا ما بنعلنش عن أي شيء إلا بعد ما النادي الأهلي بيعلم وده ما بدأنا كقناة النادي إحنا متابعين عن كرب كمحبين للنادي الأهلي والحقيقة أنا مبارح يعني قابلت كابتخاذ العوضي صدفة فيه النادي كنت متواجد في النادي النادي اللي وقت متأخر مبارح يمكن الساعة تسعة ونص عشر لقيته موجود وموجود في الملاعب وبيتابع الفرقة طبعا كل الفرقة الحقيقة اللي عايز أقوله اللي عايز أوضح إنه ممكن فرقة أو اتنين تتعرض لكابوة ولكن أنا عايز جمهورنا دي يبع عنده ثقة في شيء يعني والحاجة دي أنا لمسها بحكم وجودي جوه جدران النادي الأهلي ومكاني هنا من الكرسي ده أنا شايف حاجات كتير ثق تماما ورسالتي دي الجمهورنا دي الأهلي إنه في إدارة في مجلس إدارة برئاسة كابتر محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل وإدارة النشاط الرياضي برئاسة كابتر خاد العواضي يكاد يعني يكونوا ما بيناموش عشان يوفروا أحسن وضع للفرق جميعا فصق تماما أي دروب بيحصل في مسؤولين على أعلى مستوى بيحللوا كل ما كل أسباب هذا الدروب أو كل أسباب هذا الإخفاق ويحاول يوفروا ما هو متاح لهذا الفريق أنا أستعيد عفيته مرة أخرى فأنا عايز جمهور نادي الأهلي آه بنزعل لما في فرقة ما توفقش نادي الأهلي دايما إحنا كجمهور عايزين المركز الأول ولكن خلي عندك ثقة كجمهور نادي الأهلي إن حتى لقدر الله في حين حدوث هذا الدروب أو هذا الإخفاق مش معنى كده إنه الموضوع متروك للصدفة لا أبدا نادي الأهلي أنا بقولك مبارح لغاية عشر أو تسعة ونص قابلتك بتخذ العوض إيه اللي ما عاده لغاية لوقتي في النادي الأهلي بيتابع التدريبات أكيد بيدور على الأحسن بيشوف إيه إيه الحاجة أو إيه الحاجة اللي ممكن تتعمل عشان فرقنا تبقى الأول دايما فجماعة أنا دايما عندي ثقة ودايما لما بيحصل دروب وبقول الدروب ده بيبقى بداية النجاح وبداية طريق جديد ممكن نقرأ شفنا أكبر دليل وأكبر عبرة لنا في السنوات اللي فاتت هو فريق كرة السلة كان عندنا مشكلة دايما في كرة السلة وتفتكروا كنا دايما من نادي ونقول يا دا يا أخي دا مش معقول دا احنا كل العب بتاعتنا كويسة ما عاده كرة السلة دي النادي الأهلي اشتغل عليها وأصبحنا الحمد لله بقى نتات أربع سنوات متربعين على عرش اللعبة مش بس محليا ولكن أفريقيا قد نتعرض لإخفاق وده طبيعي الإخفاق دا بيتبعوا تحليل وبيتبعوا إجراءات من النادي الأهلي عشان نستعيد التوازن مرة تانية لأي فرع من الفروع الألعاب اللي بيحصل فيها دروب هنروح لكرة الطائرة رجال هنروح لمباراة نادي الشمس اللي كانت يعني بتلعب عندنا في الصالة واستطعنا الفوز الحمد لله بنتيجة 3-0 وزي ما قلت راح أدرككم مدير فني الكرة الطائرة رجال مستر فرناندو مونزو الأسباني هو اللي بيقود الفريق أنا آسف المباراة كات على صالة نادي الشمس دي صور المباراة اللي كانت في صالة نادي الشمس فريق الشمس فريق محترم جدا جدا نتاج المباراة خلصت 25-15 25-17 25-19 احنا ماشينا الموسم ده بشكل جويس ولكن حتى الآن ما فيش اختبار حقيقي أنا واضح معاكم احنا هنا مش بس بنقول الوضع الفرع ولكن بيقول لكم كمان ان ايه ما عندناش اختبار حقيقية حتى الآن اللي بيكون دايما مع منافسنا التقليدي ألا وهو نادي الزمالك فريقنا هيلعب فريقتنا هتلعب المطش اللي جاي وده هيكون الأخير في دور المجموعات وهيبقى مع نادي ديلفي ان شاء الله عشان نتأهل الدور اللي بعد كده طب كاميرا الأبطال ما كانتش موجودة في المطش ده الحقيقة كانت موجودة في المطش نادي الترسانة اللي كان قابلي ده على طول عملنا تقرير الاول قبل ما روح للتقرير خليني بس يوقف على الصورة دي الصورة دي يا جماعة لجناح أسبانيا داخل النادي الأهل يعني من الشمال اليمين كده ناخدها من الشمال اليمين مستر أجوستي طبعا هم كانوا بيتناولوا العشاء الصورة دي طبعا كانت موجودة على السوشيال ميديا أنا عايز أوريكوا بس الصورة دي قبل ما روح للتقرير مستر أجوستي بوش على الشمال المدير الفني لكرة السلة رجال بعد كده مستر داني رئيس قطاع الناشئين والناشئات مدير الفني لكرة اليد وبعد كده مستر فرناندو مونزو يعني مدير الفني لكرة طائرة رجال اللي انتوا شايفينه ده يعني مدرسة الأسبانية النهاردة بيتقود الألعاب الجماعية يعني مش عايز أقول لكم انه طبعا فيه مدرب حراس مرمى كمان فيه فريق كرة اليد لوزيرت من كرواتيا موجود بس هو مش في الصورة ولكن ده الجناح الأسباني وده وضع طبيعي بس عايز الصورة دي لها كزا معنا أولا التواصل انتوا شايفينه ده أكيد هم أسبان وأكيد هم بيعتبر مصر بالنسبة لهم طبعا هم عايشين هنا بلد تاني بالنسبة لهم هي بلدهم أسبانية في الغربة زي ما بيقولوا يعني فالنهاردة عشان يتحركوا ويتجمعوا مع بعض كده ويتحركوا ويروح يتناولوا العشاء في أحد الأماكن معنى كده ايه؟ معنى كده انه رسالة كبيرة جدا في كل حتة أولا ان مصر بلد الأمن والأمان الحمد لله بيتحرك براحتنا بنروح بنيجي وده حاجة مفروغ منها مش محتاجة تمان أقولنا على السرعة لكن احنا بنشير يعني سريعا الحاجة التانية انه في حالة رضا النهاردة لما تلاقي مستر أجوستي بوش بين التجربته لأن مستر أجوستي أول واحد فيهم كان متواجد جوان نادي الأهل يمكن ديفيد ديفيد جي بعد منه وفرنانو جي بعديهم وداني جي بعديهم كمان يعني جيب كله بعد مستر أجوستي فكل واحد بين التجربته لأ ده أنا كذا لأ ده حصل معايا لأ ده نادي الأهلي فالنهاردة ده سمعة كبيرة جيدة جدا لنادي أهليه في كل حد خاصة ان أسبانيا بتقود أوروبا النهاردة في الرياضة النهاردة تفرج على أسبانيا في كل الألعاب أوروبيا هي رقم واحد يعني يوم ما بتبقى فيه إخفاق بتبقى رقم اثنين فالنهاردة دي صورة لها معنى كبير جدا جدا معنى كبير للنادي الأهلي ومعنى كبير لمصر كمان لأنه النهاردة دي أكيد بتنتشر في كل مكان كان أكيد هم حطوها على السوشيال ميديا أكيد اتحطت في كل مكان والحقيقة دي يعني صورة حابنا نشاركها مع حضركم خلينا نروح للتقرير بتاعنا اللي كان مع الفريق الأول لكرة الكرة الطائرة في مباراة الترسانة سجلنا مع بعض من الجهاز الفني واللعبين تعالوا مع بعض نشوف ألوي نبدأ بالصغيرين عادي طبيعي كلنا جنب بعض عادي ما فيش نحد كبير في الفولي كلنا متكاتفين وقدرنا طبعا ناخد الجيم في الآخر وحسامنا المباراة الحمد لله بس يوارد يعني يكون فيه أخطاء يعني لسه جداد برضو على بعض فاللعبة لسه بتنساجم لسه في بداية الموسم وطبعا مع الإجهاد اللي احنا فيه يعني تمرين صبح وليل فطبيعي يعني بس إن شاء الله قدام مش يكون فيه إخفاق زي كده تاني يعني إن شاء الله لا وما فيش حاجة صعبة طبعا كله وإرادة ربنا طبعا إحنا بنتعب صبح وليل تمرين ولسه الحب للوقت طبعا فده يعني حاجة كويسة لنا عشان نهايات إن شاء الله ربنا يكرمنا بالأربعة وخمس بطولات اللي احنا ندخله فأنا شايف ده إفادة لنا طبعا اه وطعبانين وحملين وبنين على نفسينا وده طبعا عشان خطر آخر الموسم نقدر نفرح النادي والجمهور إن شاء الله بدأنا قابل الماتش مكانش أحسن حاجة النهاردة بالذات البداية محملين جامد الفاتر اللي فاتت عشان الماتش كدير بنلعب ماتشين في الأسبوع بس فيه أدوار كتير قبل نوصل نهايات فإحنا أهم حاجة نحنا وصل نهايات على فور ما ممكنة فيممكن يعني كان فيه شوية تعب تمارين كتير صبح وبعد الظهر بس يعني ممكن يبقى فيه حسن من كده أكيد الإرهاق مش عذر يعني بس درس كويس نحنا تعلم منه إن إحنا مفيش ماتش سهل لأي ماتش حتبدأ نص ونص هيحصل زي ما حصل النهاردة بس درس كويس لنا إن شاء الله لقود ده الحمد لله إحنا بنتكلم قبل كل ماتش قبل كل ماتش بأفي اجتماع الفولي أكيد بنتكلم فيه بس بنتكلم على إنك إزاي تحضر الماتش إزاي تبقى نازل مركز بادئ أو مش بادئ بس فبتحاول تنفذ الحاجات اللي الجهاز الفني بيقول عليها سواء فولي أو كتحضير الماتش والحمد لله ربنا كرم يعني النهاردة طبعا إحنا ماتش نهاردة بلعا فرد أفسنا برضو فريق محترم وكويس بقنا ومين منحضر الماتش دوت أول جيم بس حصل كده دروبي بس دينا نلمي نفسنا الحمد لله ودنا نكسبه وبعد كالجيم التاني والتاني دينا نفرد السيطرة من أول الجيمين والحمد لله كسيرنا فريد الكورة الحمد لله إحنا بنتسعب مبدان أصلا مع مستر فرناندو بنتمرن كل نصف وليل طبعا ومدرب الأحمال الكابتن شير طبعا ده شجال جامد جدا مع اللعيبة ومحمدين جامد عشان طبعا الفترة دي مش المشات دي من استعادي لها المشات اللي جاء نسو الله دور اللي جاء اللعب معنا سموحة وسبورتنج فمن استعادي لهم كواس جدا من خلال المشات دي طبعا إحنا بدئين المسم كله مش الفترة دي بس تابرنتين في اليوم مع أسكر ومعسكرات كتيرة طبعا مع مستر فرناندو فإحنا الحمد لله مقسمنا الحمل مظبوط يعني والدنيا ممكن تكون في أول ماتش مش أحسن حاجة الفرقة بتتجنس مع بعضيها بس وبناخد على بعض يعني في الملعب في تركيبات بتتعمل بس الحمد لله بنيقدر نرم نفسنا في الآخر يعني وبنرجع تعاني الحمد لله التجنس ده موجود من بدري أو موجود من أول موسم فعلا لأن الكبار دايما مش محسننا بفكرة أو بالفجوة اللي هي بيننا وبينهم في التنبين أو في الملعبشات عامة لا بالعكس هو لو أنا أحسن من واحد كبير هو بيسبنا لعب مكانه مش أحسن منه هو بيخليني يعيب يصلح لي الفرق كبير يعني طبعا في السن بس الحمد لله قدرنا تتجنس ونحل المشكلة دي يعني مفيش فرق كبير مش حاسيني مدى الفرق يعني في الملعب يعني أي كابوس يعني بيبقى أو يعني صدع في دماغ أي مدير فان هي الإصابات ربنا يحفظ لعبتنا من الإصابات لأنه الموسم أو موسم الطائرة بيجي يشد جدا في مارس يعني على نهاية رمضان اللي جاي تبتدي بقى البلي اوف في المنبارات قوي أتمنى إن شاء الله أن ربنا يحفظ لعبتنا خاصة أن أنت ممكن في ثانية ممكن في مباريتين بعد الشر يا رب تلاقي عندك إصابة واثنين تأثر معك نتمنى نحن نوصل للفاينالز إن شاء الله والبلي اوف وإحنا كاملين العدد طيب هنروح لخبر تاني لألاقة بالكرة الطائرة شباب الكرة الطائرة دايما بيبقى عندنا على فرق الشباب تحت 19 تحت 18 يعني الفرق اللي بتبقى بيتصعد منها لعيبة للدرجة الأولى كان عندنا مباراة مهمة لفريق 19 سنة في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة ناشئين أو شباب والموديل الفني بالمناسبة كابتن خالد إبراهيم كان لعيب في النادي القليل كان عندنا مباراة مع نادي الزمالي كان عصالة الشهداء في مقر نادي القليل بالجزيرة واستطاع الفريق انه يفوز في مباراة مهمة في المشوار يعني مشوار طولة الجمهورية مباراة مهمة ثلاثة واحد المباراة أو المباراة مشت زي أول شوت الأهل كيسبو ثاني شوت الزمالي كيسبو الثالث والرابع النادي الأهل يفاس بيهم ليحسم اللقاء بنتيجة ثلاثة واحد ألف منهم مبروك وأكيد هنتكلم مع كابتن وعلي العادي ضفنا الأول النهاردة في الفقرة الحوارية عن هذا الفريق ومن المساعد ومن أبرز اللاعبين هنتكلم عن كل القطاع بشكل عام وهنتقسم يعني حوارنا معاه ما بين طبعا الشغل الأكاديميات وشغل اللعيبة الزغيرين وبأكيد هنتكلم مع كابتن وعلي العادي اللي هيكون ضفنا بعد الفاصل بعد الأخبار هنتكلم معا عن هذا الفريق ودي لقطات من المباراة وطبعا أنت عشان في ملعبك فبتتخلى عن اللون الرئيسي بتاعك اللون الأحمر وبتلعب به اللون الأزرق براحتك كابتخلى إبراهيم المدير الفني قال إن العادي كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مستوى مميز جدا على صعيد الضربات الصحيقة والهجوم والإعداد والدفاعات المنخفضة كل توفيق للكرة الطائرة بإذن الله في النادي الأهل خلينا نروح للسيدات سيدات الكرة الطائرة عندهم مباراة مهمة قادمة مع ديلفي نحن الحمد لله في الدور الأول فوزنا ولكن مهم تأكد ريادتك أنت ماشي بفوز متتالي وبرضو نفس الكلام ما تحطوش حتى الآن هذا الفريق في اختبار حقيقي وبحب أن نوه تاني عن الخبر إن إن شاء الله بطوط أفريقيا للرجال والسيدات في الكرة الطائرة سيكون عندنا في صورة الأمير عبدالله الفصل من مقر نادي الأهل بالجزيرة ودي حاجة أكيد الانتنين مديرين فنيين سواء كابتن إبراهيم فخر الدين مدير فني السيدات أو كمان فرناندو أكيد عارفيني دي حاجة مهمة خاصة البطالي البطولتين دولت سواء رجال أو سيدات هرايح بطولة العالم لكرة الطائرة إن شاء الله طيب مبردل في اللي جاية لكرة الطائرة دي هكون في المجموعة اللي احنا فيها وإحنا الحمد لله المتصدرين الدوري أو المتصدرين مجموعتنا برصيد 30 نقطة اللي عجبني في كابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني هو اللي مربع إيده في الصورة دي كابتن إبراهيم فخر الدين أسطور على فكرة كبيرة جدا ودي طبعا اللعبة المنتجرية اللي كانت معانا كمان في بوكان اللي كانت معانا في حلقة من الحلقات وبتشارك بانتظام مع الفريق دي طبعا فرقتنا بالكامل في صالة الشهداء كابتن إبراهيم فخر الدين من المدربين اللي أنا يعني الحقيقة وأنا لعيب حتى كان هو بيمرن الفرق يعني احنا كنا مثلا نتمرن وهو كان مسك فريق كرة طائرة رجال فكنا نشوف تمرينه ونشوفه بيعمل إيه الحقيقة الراجل ده من الناس اللي بتحب تقفل على فرقتها وما تسمع لهش حس ولا تسمع للفرقة حس طول الموس بيتمرن بس بيلعب بس بيشتغل بس فكابتن إبراهيم فخر الدين يعني هو ده وهو يعني دقيق جدا حازم جدا جدا يعني كابتن إبراهيم فخر الدين من المدربين اللي ليهم سيطرة كبيرة جدا على أي فريق يمسكه وبأمانة ما بيروحش حتى اللي ما يزم ينجح هو كده كل التوفيق لي يا رب إن شاء الله ومع بداية المنافسات والاختبارات الحقيقة من عند الزمالك نتمنى إن شاء الله فريقنا تبقى عند الموعد كما تعودناها الموعد المناسب كده أخبارنا خلاص جور النادي الأهلي خلصت هنروح لأخبارنا المحلية وزيما دايما متجيب أهم الأخبار اللي هتحصل خلال الفترة اللي جاية أو اللي حصلت خلال يومين تاتة اللي جايين اتحاد الريشة الطائرة بقيادة الدكتور علي حساب الله الريشة الطائرة لها وضع معين أو وضع خاص إن الريشة الطائرة اتحاد بيقود أو بيدير فرعين فرع الريشة الطائرة للأسواء وفرع البراليمبي أو لأصحاب القدرات الخاصة في العادي بيبقى عندنا فيه اتحاد براليمبي والتحاد عادي للأصحاء ولكن الريشة الطائرة اللي اتنين فالحقيقة عنده مسؤولية كبيرة مصر هتنظم على أرضها هتحتضن طبعا بطولة مصر الدولية لريشة الطائرة لزوي القدرات الخاصة بطولة مصر تاني بطولة مصر الدولية لريشة الطائرة لزوي القدرات الخاصة البطولة دي هتتلاعب امتى هتتلاعب من 23-28 يناير اللي جاي بإذن الله اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حساب الله قرر إقامة النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية لزوي القدرات الخاصة على صالة رقم 3 و 4 بسادة القائرات الدولية بمدينة نصر وقال الدكتور علي حساب الله رئيس اتحاد الريشة طائرة أنه بيحاول يشتغل مع عضاء مجلسه بشكل متواصل عشان تطلع البطولة بأفضل شكل وبمظهر يعبر عن شكل مصر وسورتها الحضارية الكبيرة وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة بالاهتمام بدوي القدوات والإعاقة الخاصة وأكد أن وزارة الرياضة أو وزارة الشباب والرياضة تحديدا دعمت الاتحاد في الفترة اللي فاتت عشان نقدر نجهز البطولة بشكل محترم يليك باسمها سمعة مصر في وسط الدور الكتير المقترح مشاركتها في البطولة دي أنا عايز أقول حاجة يعني أنه ما يخفاش على أحد أن الفترة اللي احنا عايشينها دي هي يعني الفترة الذهبية لسوي القدوات الخاصة وأصحاب الهمم وكان لنا ضيوف كتير جدا أبطال على الترابيزة دي على ترابيزة الأبطال وفي الوقت اللي هم ما بيلعبوش جوة النادي الأهلي أو النادي الأهلي ما بيحتضنش الألعاب دي ولكن دول الأبطال الحقيقيين أبطال الإقدارات الخاصة وأصحاب الهمم هم دول الأبطال لأنه بيجابي منافسات بيتحدى المنافسين وفي نفس الوقت بيتحدى أعاقته فدول الحقيقة أبطال حقيقيين والعصر اللي احنا عايشينه ده بأمانة هو العصر الذهب لزول القدوات الخاصة اهتمام غير مسبوك من الدولة المصرية بأسحاب الهمم والاهتمام جاي من ناحيتين جاي من وزارة الشباب ورياضة وزارة التضامن دايماً بنلاقى وزارة التضامن دخلة في دعم كبير لنشاطات أزحاب الهمم أو دول قدرات الخاصة وللأ ممكن في حلقة من الحلقات نجيب أحد المسؤولين من وزارة التضامن المسؤول عن دعم أو الملف ده في الوزارة هنشتغل على ده ونحاول نجيبه لحضراتكم على طبعاً شاشة قناة النادي الأحلى هنروح له خبر تاني أو الخبر الأخير بقى معنا وهو خبر يخص النشاط المحلي في مصر اتحاد الريشة الطائرة بيقودوا واحد من أبرز الشخصات الرياضية زي عبد منا بن حسيني زي شريف العريان مهند شريف العريان أنا مش عايز أنسى حد في مجموعة كبيرة بترقص اتحادات نكحة الحقيقة موجودة في مصر منهم الاثنين دول بس أنا الخبر ده عن مهند شريف العريان اتحاد الدولي للخماس الحديث والخماسي صاحب مداليا الفضية في توكيو 2020 واللي قفزت بها مصر في الترتيب كبير ترتيب الجندي طبعاً اللي كان خاد المداليا دي اه الاتحاد الدولي بنظم حفل كل سنة وبتدي يوزع فيه جوائز بعد بكرة بإذن الله هتحمل الحفل ده اه ده بتاع عشرين تات عشرين بيجي في نهاية في ديسمبر عشرين في آخر في آخر كل سنة وبينافس فيها الاتحاد المصر بالقاس المهند شريف العريان على عيد الجوائز اه طيب مصر كانت حققت السنة اللي فاتت خمس جوائز من أصل اتنشر جائزة أعلن عنهم الاتحاد اه زي ما بقول لكم كده يعني تقريباً بنتكلم في 40% أول مصر من جوائز الاتحاد الدولي مصر خدتهم السنة اللي فاتت والجوائز دي مهمة صدقوني مهمة لأن هم بيقيموا الناس كويس وبيقيموا نشاطك وبيقيموا أدائك أنا آسف كمان مصر السنة اللي فاتت حققت جايزة أفضل اتحاد في العالم لسه بقول لكم وكمان حققتنا جايزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار واللي تلعبت على ملعب أو ملعب الأكاديمية العربية اللي هم التكنيجيا ونال البحر بيسكندرية وكنا نواهنا عن البطولة دي السنة اللي فاتت لو تفتكروا السنة دي هيكت السنة دي يعني أو الموسم اللي فات وكمان كنا كسبنا جايزة أفضل تنظيم البطولة العالمية للكبار وهو تنظيم كأس العالم للكبار في ملعب الجمع الأمريكية بالقاهرة وكمان فاز محمد الجندي بجازة أفضل لعب ناشئ في العالم تحت 21 سنة كمان فاز معتاز زوائل بجازة أفضل لعب ناشئ شاب تحت 19 سنة في العالم في السنة الفاتية ده سورة محمد الجندي اللي انتوا شايفينها دي سورة محمد الجندي هوا محمد الجندي انا عايز اقول لكم ان يعني الخماسي بنعول عليه كلنا كل المهتمين بشأن الرياضي في مصر بنعول عليه عشان يعني عدد مدليات كبير او على اقل مدليا او اتنين على الاقل في الومبيات اللي جاية باريس 20-24 20-24 الومبيات هتبقى في شهر 8 يعني خلاص بدأ العد التنازلي هتقولي ده فاضل 8 شهور ولا حاجة اللي اتقاهل اتقاهل خلاص فاضل بعض المنافسات يمكن البطوط العلعاب الافريقية اللي جاية دي هيبقى في بعض المنافسات اللي هتبقى يعني دخلة فيها بس 80-80% خلاص كله اللي زاكر زاكر واللي اتقاهل اتقاهل كل التوفيق للاعبتنا وان شاء الله يبقى نتائج جيدة افضل من توكيو 20-20 لان مصر تستحق كده في دعم في بنية تحتية في شغل بيتعمل في اتحادات مش هقول كل الاتحادات في اتحادات بتشتغل مصر تستحق مصر تستحق وعايز اقول انه بعد الومبيات خدوا مني انا بقى بعد الومبيات اللي جاية دي هيبقى في نظرة كبيرة جدا لرياضة المصرية بعد الومبيات اللي جاية ان شاء الله هيبقى في نظرة كبيرة جدا في الرياضة المصرية بشكل عام عشان نقدر الرياضة المصرية تواكب روح الجمهورية الجديدة لانه النهاردة انت عندك كل حاجة انا والله العظيم يا جماعة مش بقولي الكلام ده انا بقوله يعني الواحد مر يعني بشاف اكتر من وضع سواء برا مصر او جوة مصر البنية التحتية بتعمل الرياضية في مصر تنظيم البطولات احنا النهاردة كنا فين وفين لما بلاقي بطولة على مصر وكان بمآخرنا بطولة افريقية كل البطولات كل الدعم وزارة الشباب ورادة دخلها معاك في كل حاجة ممثلة الدولة المصرية فيه شغل بيتعمل مش هنقول احسن حاجة طبعا يعني طبعا الكمال لله واحده سبحانه وتعالى ولكن خطوات كبيرة اتخذت في هذا الاتجاه فلازم يكون ده اصاده نتائج لازم يكون اصاده نتائج نتائج اولمبية لان الرياضة لما بتنهت في اي دولة ده بيدل ان الدولة نهضت بشكل كامل هنطلع لفاصل عزيزي المشاهدين عشان نستقبل ضيوفنا وزي ما نوهت في اول الحلقة في الانترو عندنا اتنين ضيوف النهاردة كبار كابتن والي العادي مساعد رئيس قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي وهو المختص عن قطاع الناشئين واحد نجوم النادي الاهلي وده اللي هيبقى الضيف اللي جاي على طول وبعده على طول هيكون علي ابو القاسم اهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية برحب بكابتن وايل العادي طبعا نجم نادي الاهلي السابق ومنتخب مصر وحطي تحت نجم دي طبعا لانه هو لاعب كان مؤثر جدا جدا وصاحب يعني بطولات عريضة مع النادي الاهلي وهو مساعد لكابتن حمد الصافي ومختص بقطاع الناشئين في الكرة الطائرة في النادي الاهلي اهلا بك يا كابتن وايل اهلا بك يا كابتن وايس اهلا بجمهور شاشة خلال النادي الاهلي وحشنا كابتن بالك كتير يعني غايب عنا طبعا نتيجة عملك بره وبتاع ولكن احنا بنتهز الفرصة طبعا حداك معنا وهنبتدي في البداية خالص حضرتك ازاي تعرض عليك ان انت تبقى مع كابتن حمد الصافي مين اللي كلم معاك بعد ما قابلت المسئولية فكرت ازاي يعني كلمنا عن بداية الامر كله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو يعني النادي الاهلي طريقة معينة كده في اختيار الناس اللي بتشتغل فيه وفي طريقة معينة في ترتيب الامور يعني ببيته من جوة فطبعا هو كابتن حمد الصافي هو اللي كان مفروض ان هو بيرشح الاسامي وطبعا بيتم البعلكات توفق عليها من خلال النشاط الرياضي وتقدمها مجلس الادارة وبرضه بيحصل لازم وفقة من جوة مجلس الادارة على الاسامي المطروحة قبل ما تترح بيبقى فيه موافقة الشفاوية بالضبط طبعا هو لو اتعرض علي طبعا ورغم ان انا كنت تمسك مدير فني فريق درجة اولى في الدوري الممتاز لكن يعني النادي الاهلي طبعا الواحد كان حابب ان يخد فيه التجربة خصوصا هي تجربة يعني جديدة شوية وفي اي مكان يا كابتن انت بالنسبة لك يعني بالنسبة لك وجودك والنادي الاهلي او النداء النادي اهلي ليك انت تحت امر اكيد طبعا اكيد طبعا دي ما يعني بس طبعا عارف الواحد يعني برضو يعني امين شوية مع نفسه لو الواحد بيقدر يعني يساهم او يضيف حاجة في مكان اللي هو يقدر يروح فيه طبعا اكيد ما هم يتأخرش لكن لو لا ان الدنيا تبقى صعبة او صعب ان هو يضيف حاجة الواحد انا عن نفسي ببقى بفضل ان انا اعتذرش الواحد يبقى شفاف او واضح من الاول يعني طبعا الحاجات التي لقى وشجعت الواحد ان هو يخش النادي الاهلي تاني طبعا اولا المجموعة الموجودة سواء من الموجودة الشيط الرياضي اصفهم كابتن مهندس خالد العودي طبعا شخصية محترمة جدا وراجل برضو زميل ملاعب ونعرفه من زمان اكيد كابتن حمدي الصافي طبعا برضو كان زميلي في الملعب في فترات طويل في النادي الاهلي وتكون احد طبعا يشوف ان هو يشتغل معاه او تحتيه يعني معنا طبعا كابتن ياسر صلاح وكابتن ياسر عبد الكريم طبعا دي لدي الناس مسؤولة عن الهدز اللي هي بتاعت الادارة في الجوة الفنية جوة النادي الاهلي في قطاع الفولي فأنا بالنسبالي طبعا كانت موافقة مبدئية وعادنا مع مهندس خالد العودي وكلمنا في حاجات كده شوية لان طبعا انا برضو كنت رأي امر في النادي الاهلي وعندي ولادي اللي يعبوا التلاتة في النادي الاهلي منهم لسه اخد عمد شغال فالواحد عارف مشاكل القطاع فإحنا كنا صرحة معامل أول وكلمنا في اللي احنا شايفينه وموجة نظرنا والمشاكل الموجودة وطلبنا حاجات معينة للنادي يقفوا ظهرنا فيها والحمد لله كانت فيه توافق على الرؤى وحبنا ان احنا نكمل طبعا العظماء اللي سبقونا في القطاع طبعا كلها قسامة كبيرة طبعا شو ما ننساش حد لكن كلها يعني الناس كلها متزوى تاريخ في النادي الاهلي وعضفوا كتير للقطاع وحبنا ان احنا نكمل يعني مش عارضوا يروح الشباب احنا كبرنا برضو ولكن يعني بروح شوية جديدة شوية احنا نحاول نعمل يعني ما نقدر عليه يعني في القطاع السنية دي كده ونشوف التجربة تمشي زي نقيمها في آخر السن ممتازة كابتن طيب حدك بدأت خلاص قبل طلبته رؤى معينة وتم الدعم في هذا الاتجاه بدأ نحط استراتيجيات فنية مع كابتن حمد الصافي طبعا النهاردة لما اتكلم على حمد على شيء الارقاب معلش كابتن حمد الصافي كابتن العادي حمد الصافي والعادي ياسر صلاح يوسر عبد الكليب الارباح لما نتكلم على اربعة كل واحد فيهم يستطيع ان يقود فريق اول بينافس في الدولة وياخد في الدولة فنهاردة انت جايب اربع اسامي تقال جدا اكيد في استراتيجيات انت قعدتوا حطتوها الاستراتيجيات بتبقى ليها محاول يعني مثلا انت مطالب منك تاخد بطولة انت جايب نهاردة قطاع الناشئين الاهلية عايز بطولة وفي نفس الوقت الفريق الاول عايز دعم كل سنة تغذيه باثنين تاتا العيبية في مركز مختلفة ففي محاول كتيرة اتكلمتوا في ده في الاول واتناقشتوا فيه واتفعتوا عليها كده طبعا خلينا واضحين طبعا في حاجة ان لما رواحد طبعا النادي الاهلي نادي بطولات دي ما فيهاش شك وما فيهاش كلام وما حدش هيقبل غير كده من اي حد يكون موجود في بعضها مسئولية الحاجة التانية اللي انا كنت فعلا مهتم بيها جدا ان احنا ازاي ندخ العيبة من قطاع الناشئين في الفريق الاول طبعا في البنات موضوع اسهل شوية لان البنات يعني من سن 16-17 سنة بيقدروا في الدرجة الاولى لكن في الولاد صعب اول صعب ان نتلاقي حد مميز اوي يقدر يخش وسط العتاولة أو وسط الناس اللي موجودة في الدرجة الاولى لازم يستويل اول فكان الهدف الاساسي ان احنا نشتغل ان احنا نشوف اللعيب المميزين نحاول نساعدهم ان هم يخشوا جوه القطاع وطبعا اللي يعني جوه الجهز الفريق الاول اللي بيفرق برضو رؤية استراتيجية فريق الاول فريق الاول ان في ناس بتحب ان هي تعتمد على لعيب جاهز وما تديش فرصة للناشئ او لو استعاني بناشئين في اضيق الحدود لاستكمال بس عديد الاعداد طبع انتوا لقيتوا ايه بصراحة لا يعني هي اعزوا الحالات حاجة برضو هي الخلاف ما بيننا وبين الفكر الاجنابي شوية اللي ده ما وجود في اوروبا وحتى احنا دايما من استغربها يعني حتى في الدوري الاطالي اللي هو اعظم دوري ودوري بولندي لأعظم دوري ودوري التركي الناس محدش بيجيب فرقة كاملة يعني لو كانت القايم 18 او 20 محدش بيجيب 18 او 20 اسم او 18 او 20 عقد كبير محدش مبتحصلش هو اللي بيحصل انه بيجيب 3 او 4 تعود عليها جدا وبيجيب الباقي في دوسط الناس بتخدم عليهم 3 او 4 والباقي بيستكمل بيهم القايم وده وقع في كل انديت اوروبا للي حالك عارب اقول لك الحاجة يا كبتل انت جدتني انت ما شاء الله عليك والله الانت بركز معك قوي انت ديتني اجابة النهاردة لنادي الزمالك تفوق السنتين اللي فاتوا شكرا بيبقى نادي الزمالك 3 او 4 3 او 4 والباقي بيخدموا عليهم حتى في البنات وفيش تغيرات باره تقريب 3 او 4 وبيتخدم عليهم مش بيتخدم بمعنى تخدم احنا بنتكلم بلغة كرة احنا بنتكلم يعني ايه يعني بيبقوا كل واحد دوره بس العوامد الأسية 3 او 4 مش 18 لعب عوامد يعني اشكرك انت وضحتيني حاجة خلينا قيين هو الزمالك يعني لغم ان هي مطشاط في السنتين اللي فاتوا في قطاع الولادي او في الرجال كانت مقفولة 3 اتنين كلها ومطشاط كان فيها مطشاط فاصلة لكن اللي عمل اللي نقاط الحسم في الاخير اللي اتنين محترفين يعني خلينا واقعين برد هو كان توفيق في اختيار اتنين محترفين عارفوا ازاي كلهم يوصلوا معنا النقطة بنقطة دي كانت في حد ذاتي بالنسبة لي استغراب اخر سنتين معلش مهما كان المحترف اللي انا قوي انا كنت بقى بقول ان دايما فرقيتنا تقدر تنافس بس انوي يعني ده وضع طبيعي وما بتمشي نقطة بنقطة انت ورد تخسر يعني في توفيق وعدم توفيق ولكن ارجع تاني للموضوعنا ان حضرتك قلت اني لقيت فكري تاني خالص انه بالعكس هو مرحب بالناشئين مستر فرلاندوس احنا السنة دي اصلا برضو بقداش اقول انها اللي عملتها احنا فعلا عندنا لعبة مميزة في القطاع لكن السنة دي الراجل اخد تلاتة من بداية سيزون خاص مين بقى كابتك يعني احنا عندنا طبعا من فريق التسعتاشر حمزة الصافي حمزة الصافي بالضبط واخد معاه كمان اتنين من فريق السبعتاشر شريف واخد بالك شريف وحمزة كانوا الاتنين مسلوا نفس المنتخب في كاس العالم وشريف عمل شغلي كويس جدا شريف وحمزة كان كويس مشيف خد كاس بالضبط وبعدين جات فرصة طبعا ان تأخير التسجيل الليبرو الكوبي في شوية قدرنا ان احنا نزوق او نصعد او يشوف عبد الرحمن خالد من فريق السبعتاشر سنة واخدوا الليبرو التاني مع محمد رمضان يعني محمد رمضان وعبد الرحمن خالد والليبرو التالي عبد الرحمن خالد الليبرو التالي وحمزة الصافي وشريف متاز جدا تاتا دول بيشاركوا بصفة مستمرة بالضبط حلو جدا فده برضو يعني طيب ده بالنسبة ان انت بتنسق مع الفريق الاول اكيد طيب بالنسبة بالنسبة هل في حد تاني شايفه ممكن يكون اضافة للثلاثة ده خاصة ان انت برضو بيبقى وضع طبيعي ممكن كمان سنعتين تلاتة هتلاقي في ناس تبطل فوق هل في بلان يعني دول مثلا نقول دول ليفل اي او ليفل اي يعني الف اكيد هيبقى عندك حاجة تانية ليفل بي اكيد طيب اكيد واخنا فعلا بالزبط بالزبط ده اللي احنا عاملين بالزبط يعني احنا عندنا برضو معدة سفلية ساعتاشرة سنة محمد ياسر ممتاز بس طبعا وجود عبدالله عبدالسلام وحسام يوسف الاثنين يعني ماخر شوية بسم الله رباني يحميهم يحفظهم يعني ماخر شوية انه هو يخش فسا قصد لا لعيب هرموسين جدا كويس جدا فطبعا لا في القطاعة فيه مواهج كتير التلاتات يا كابتن عندنا تلاتات طلعين كويسة تلاتات عندنا اطوال الشاس هاد بتبقى صعبة لعندنا اطوال كويسة جدا ناقصهم بس خبرات وانهما يتمران يعني ممكن لا ازا شعودي ورهيب يعني عندنا حد بتول سعودي لا عندنا اطوال مسعودي اطوال مسعودي الله اكبر عندنا في 17 سنة احمد جمال بسم الله ما شاء الله انت عندك كده او بي و سي و دي حسب الاعمار كمان وحسب المستويات بس احنا بنستكمل الشغل من نسوقونا وكلهم كانوا قيم طبعا فالناس لا سايبة القضاء واقفة لعريجلو هي كان كل الموضوع بس ان احنا زي ما حالك قلت بقى ان احنا بتدي نسنفر شوية نحط شوية بلان اي و بي سي بالزبط وضح دم جديد في القطاع سواء مدربين او بروح جديدة بفكر معين يعني اخر اختبارات يا كابتن كنا قلنا خبر كنا حرسين احنا نجيبه معنا قبل ما نطلع محددك في الفقرة الحوارية كان بخصوص فريق 19 سنة وكان عندنا مباراة مبارح تقريبا مع نادي زمانك اول مبارح اول مبارح كانت في سلط الشهداء وفوزنا بها ثلاثة واحدة ممكن ده اخر اختبار حقيقي كان لقطعك كل لأنه الموتشات مش كتيرة زي الفريق الاول كلمنا عن الجيل ده مدربه كابتر خالد اتكلمنا عن فوزنا في الموتش ده الموتش ده مؤثر معنا في ايه في مشوار بطولة الجمهورية طيب احنا طبعا بالنسبة للقطع فريق 19 اللي مسكنا لوحده احنا خلصنا لأول بطولة القاهرة لعبنا حوالي 11 مباراة كسبنا حوالي 10 موتشات وخسرنا موتش واحد في الدور الأولاني والحمد لله خدنا البطولة طبعا انا ما اعتبرش بطولة انا ما اعتبرها تجهيز لأنها بالنسبة لي الهدف الأساسي هو الجمهورية جمهورية صحيح لا اعتبرها ان هي تجهيز لكن طبعا يعني بطولة ما ينفعش نخسرها ينفعش نخسرها اي بطولة تخش فيها احتها بالضبط اخدنا البطولة القاهرة مع كابتن خالد حصل حاجة جديدة السنة دي هم عملوا في الفترة دي مفروك ان بتلاعف فيها دور الـ 32 لبطولة الجمهورية فالاتحاد قرر مع أول ست فرق من القاهرة وعملوا 14 فريق السمون مجموعتين 7 و 7 في احنا وقفة في مجموعتنا أول جيزة مع تلك جيزة فبالتالي الزمالك كان أول جيزة ولقع معنا التاني اسكندرية مع ربع اسكندرية فمصر الزمالك كان مهم جدا بصراحة من اللعب رايح جاي ولا بنلعب رايح جاي لا دور يمن دور واحد بس وهياخده أول أربع يخش هدروه 16 على طول التلاتة التانيين هلعبوا دور الـ 38 ممتاز جدا فهي تعتبر فكرة كويس ونبقى محلقة تنفسية عالية شوية ما خلاكش تلعب مصرات أوليلة المسترو وفي نفس الوقت يعني بدل ما تضيع وقت في حاجات كده بس تلعب مصرات حلوية طبعا فريق الزمالك سن فاتت كان خاد من نابطة الجمهورية فكان مهم في السن ده في السن ده 17 سنة متبقي منه يسين معد بتاع الفريق الأول سنتر في منتخة مصر لا فرقة محترمة جدا وإحنا الحقيقة الماتش ده كمان بينما نبنا نتكلم عنه يعني كان عندنا إصابة لشيف يوسف وهو مصعب فريق 17 وهو في الأساسي فالحقيقة يعني لعبنا بغيره بالزبط فالحمد الله ربنا كرمنا شريف إصابته كبيرة عنده مزق حوالي 2 ملي كده في منشأ أعلى لتسمانة فإحنا يعني أولا إحنا كنا بلعب بس إحنا طبعا يعني دلوقتي مع التكنولوجيا والسنار والحاجات دي بحب المفضل أن إحنا تنمي لولد آه بس إذا ناتشا بس إذا ما تتوسعش وعلى إيه ريح إحنا الحمد لله برضو يعني عندنا صحة في الولاد وعندنا نور لعب مكان وقدم ثلاث ماشرات في منطقة القوة وممتاز وشال الفرقة وفرق معنا وولاد كلهم عملوا ماشرات ممتازة والحمد لله في المرحلة دي يعني في لعبنا حوالي أربع مطاشرات الحمد لله كسرنا في 19 إلى أربع مطاشرات وفضل مطاشرين بس فلاصة ماشاء الله خلينا نكلم مع القطاعك كله كل القطاع عند حداء خلاص منطقة القاهرة كله بلليس في معالة أنا بقى معي برضو 13 سنة يعني معي أربع فرق تحت 19 17 15 13 13 و13 دي أول مرحلة في الياه في المرحلة هم دول بس اللي فضل لهم نهاية قاهرة هم خلاص يتأهلوا فضل لهم يعني نهاية قاهرة نهاية قاهرة نهاية ولا موتش واحد نهاية ولا موتش واحد العائبة خمسة ست فرق دوري من دور واحد دورهم جمع ثمت متأهلين إن شاء الله يعني عندنا لفريق 17 سنة بخادر كابتن محمد حسين الحمد لله برضو لعبنا عشر مطشاط كسبناهم كلهم أول بالنسبة لكابتن كريم جمعة طبعا هو أخذ سن صعب شوية دوري من 15 سنة لعبنا 11 مباراة برضو 11 فوز ولعبنا خمسة مباراة مرتبط في المجموعة الأورانية كسبناهم كلهم الحمد لله ماشي برضو كويس والثلاث فرق الحمد لله أخذوا أول قاهرة يعني زي ما قلنا برضو إحنا من نسبة لنا يعني لأننا تبريدها تجهيز للجمهورية اللي بدل الهدف الأساسي بتاعنا أو البطولة الأسمية طب كابتن أحدك لما أعدت عشان تختار المديرين الفنين اللي هيشتغلوا معاك ما هو هي بشكل هرم بدأت تتكلم معا أنت حدث 13 في 15 17 19 وهل قطاع التعليمي برضو مع حدثك يا كابتن صح؟ مع كابتن يوسر كابتن يوسر كابتن يوسر مسكرة أولاد وبنات نزال طبعا خلينا نأخذ جزء البطولة كان شروطك أو كان معاييرك في اختيار المديرين الفنين طبعا دلوقتك كويس جدا لأن يعني الناس أو لواء الأمور في النادي الأهلي برضو بتغفيلها شوية مش قدرين يعرف إحنا قدرين بنتعب علشان نقدر نجيب حد كويس طبعا الناس برضو اللي كانت موجودة في قطاع قبل كده ناس ممتازة وكلهم كانوا يولد النادي الأهلي لكن احنا رأينا بما أن القطاع من فوق تغير فكنا حابين نعمل كما قلت كده دم جديد صح صحة شوية ضغط دم جديد أنا بصراحة تعبتي جدا في الناس اللي نحن نحاول نجيب الناس الموجودة أنا بالنسبة لي كان دمرأ واحد زي ما قلت حركش أن أنا متابع وعارف اللي بيحصل في القطاع كان فيه حاجة أنا كنت شايفها دمرأ واحد عندي روح نادي الأهلي روح الفنان بيعرف إزاي يقاتل على المكسف يدي ينقل روح القتال وروح الفنان الحمرة للعيدة نهاية تيجي من المدرب قبل ما تيجي من أي حد تاني الله يفتح عليك فده كان نمرة واحد نمرة اتنين طبعا إزاي بقى المدرب عنده خبرات معينة يشتغل مع فرق درجة أولى عشان يقدر ينقل الفكر بعد درجة أولى للناشئين عشان نحضرهم يبقى انتقال في المحالة الأعلى أسهل شوية بلس دي كتت صعبة شوية كابتن لأن هو بيبقى صعبة آه كتت صعبة ميزة القطاع في نادي الأهلي أن كل اللي يشتغلوا فيه أسامي كبيرة يعني يعني آه يعني تجايب مع أسامي كبيرة أولي بالضبط يعني حتى يعني مثلا كابتن رضا الغزالي يشتغل في قطاع ناشئي في نادي الأهلي كابتن ممضوح سماعيل كابتن يعني أسامي لا فيه أسامي كابتن جابر عبد السلام على سنين طويلة كابتن حتى الدكتور الراجي حمدي يعني يعني ما كان في سننا كان يشتغل في قطاع قصي إن قطاع الأهلي لا قطاع الأهلي بيشتغل في أسامي محطار جازب جازب الأسامي الكبيرة فإن إحنا نادي مش قليل نادي الناس بحب أن يتخش فيه زي الناس ما بتخش و بتفيد لعابتنا أو بفيد لنادي الأهلي بستفاد حال كتيرة أو النادي الأهلي طيب كابتن يعني هفتح مع ذلك قضية شائكة كده شوية أو هو الأولى الأمور يعني كل قطاع ناشئين أو ناشئات وإحنا أنا أولادي بيلعبه وده بكل مكان بيبقى أولى الأمر بيبقى متخاني إن هو مثلا يعني أنا صح أنا شايف أن ابني مفروض مثلا الظلم شايف أنه حصل حاجة فبيحصل بعض التدخلات من أولى الأمور بقصد أو بندون قصد من دافع غيرتهم على أولادهم وده وده طبيعي جدا يعني في أي حد بتتعاملوا مع الموضوع هذا ازاي هل يعني ممكن يبقى فيه حوار ولا بيبقى الموضوع هو كده والفرقة بتبقى وضعها كده وإحنا بنشتغل بميورد الله يعني بتتعاملوا مع الأضاية الشائكة دي ازاي وذلك التعامل يعني حضرتها طبعا فتحت موضوع فيه ناس بيعتبروا شائك جدا لكن أنا بيعتبروا موضوع مهم جدا وده كم من على فكرة من أبرز حاجة اتقالت في أول كمال لو سمحت كقدرة نادي الأهلي اقفوا في ظهرنا طالما أنتوا جبتونا وفيه ثقة في الأسامي اللي اتحطت يبقى لازم تدونا الثقة دي كاملة تمام مزبوط مية في المية فبالتالي نحن بنعمل بميورد الله سبحانه وتعالى في حاجة كثيرة أول أنا بالنسبة لأصل يعني أنا بلعب في فولي من 79 صحيح وعلى كل مستويات يعني بالضبط ولعبت في نادي صغير نادي الزيالي طبعا نادي الزيالي طبعا في الفولي وفي الرياضة نادي الطيران وطلع منه وجيت نادي الزيالي عنده 28 سنة وعدت فيه 11 سنة حققت بطورات كثيرة جدا فشفت ده وشفت ده منتخذ نصر وشفت معلش أنا في أيامنا عمرنا ما كان بيخش بابا يعني والدي أو والدتي لم يكن بيجوا نادي أساسا كنت بتحيل عليه وليس يجب أن تفراج أنا وغيري فموضوع أولئي الأمور ده يعني طبعا كويس إن البيت يبقى في ظهر الولد وكل حاجة لكن أنا أول حاجة لكن أنا أول حاجة أنا أول حاجة أنا أولت لهم وطلبتهم في اجتماعات مع العيبة إحنا بنبني شخصيات أنا ما ينفعش أن أنت كولد إن حد يأتي تكلم عنك تعال أكلمني اعرف كيف تقود حوار اعرف كيف تعبر على أفكارك اعرف كيف يبقى فيه كلام مع المدرب قلت لهم معي أنا كمان حتى كمدير قطاعات ما فيش مشكلة تعالك كلامه معي هم خايفين منه مدرق أو محرجين منه أنا ده كان ده هدفي قلت له مفضلكوا إن إليه الموضوع دوت لأولياء الأمور لأنا تاني عاوز أبني شخصية ولد دينا راح أحد طيب نمرة اثنين طول ما أنا ماشي بمورد اللي إحنا شايفينه صح لأننا برضو نقادمينه ووارد نغلق لكن أنا تالما شايف يعني بحاولنا نعمل الصح أكيد مش أبقى في موضع يعني ضعف وبالتالي هعرف أرد عن الناس فلو في حد بيتكلم أنا أتكلم أنا شايف أن أنا صح وتاني أنا برضو أنا بشر ووارد أكون أنا غلط وهو يكون صح بس أنا رؤيتي مختلفة شواء وأنا أتكلم مع العيل الزبط الحاجة بقى المهمة أنا دلوقتي عندي في فريق مثلا تحت 13 عندي 25 ولد في القايمة في الفريق 15 17 19 20 ولد اللي بيسجله في الموضرة الوحدة 14 اللي بيلعبه في الملعب 6 ف يا جماعة إحنا دلوقتي نادي الأهلي أنا ما ينفعش بأي حال من الأحوال أهلي بنادي اجتماعي ما ينفعش ولا الجمهور هيقبل الكلام ده ولا الإدارة هتقبل الكلام ده آه الإدارة والد يكون في وقت فيه حاجات ماشي في السياسة فيها تجبارات ممكن يتأخذ بس أنا عايز بطولة لكن في الآخر آه أنا هتحسب على بطولة أنا عايز بطولة بالظبط وفي نفس الوقت يعني ما فيش مدارة بعاوز يخسر وما فيش وأنا دول فقى في الآخر وده اللي بقوله لكل الناس يا جماعة دول ولادي أنا عمري ما هيجي واحد يقول لي طب أنا ابني كويسة الوحش وما فيش عندي واحد كويسة ووحش عندي واحد بيكتهب وعندي واحد إحنا رؤيتنا أنه هو في وقت ده يلعب ونقف وراه ولما المستوى ينزل وابنك أو ابنك هيخش واخد فرصته بس يمسك فيها تمام لأي مركز فيه ترتيب واحد واثنين وثلاثة واربعة وده شولة الحياة؟ هذا المهم بالظبس ومراحدة اللي بلعب وراه نمر اثنين وراه نمر اثنين وراه نمر ثلاثة والترتيب ابزل مجهود أكتر واشتلع لفسك أكتر عمر ما هيفضل هيتغير بقى في التدريب هيتغير في الفرص اللي يأخدها في المباريات هيتغير مع قدر الله يا رب يحفظه كلام مخترم جدا 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 فده أصدى الواقع وده يعني أنا دلوقتي تاني أنا بابني أنا في الآخر اللي عاوزة طالله أعمل حاجتين أكسب بطولة وأكسب بطولة دي لما يحصل تثبيت ويحصل إكساب خبرات لعيبة وأن أنا بعد كده أفرز ناس لفريل الأول إحنا لو الناس تعرف النادي الأهلي على فكرة ما هو قطع العلعاب الجامعية ده ما بيدخلش فلوس للنادي صحيح النادي اللي بيصرف النادي اللي بيصرف وبيصرف دلوقتي لا بيصرف ملايين ملايين فما يا جماعة أنا دلوقتي لو أنا مش عارف هدخ من قطاع الناشئين للفريل الأول ما أنا هفضل النادي هكلفه حتى أنا قاعده طب يا جماعة طب دي فلوسنا أنا برضو عده فدي فلوسي هتروح فين أصرف على حد على ابني ولا أصرف على حد منبار صحيح دي حاجة الحاجة الثانية يعني هنفضل لحد إمتى يعني نتعامل بأنصاف الحلول أنا دلوقتي عاوز فرق بطولة عاوز أبني محدش هيتقبل الجمهور وشتقبل خسارة يعني معلش أنا نادي اجتماعي أنا أجي لا الجمهور ولا أدارة النادي بالضبط يعني إحنا نادي تاني الرياضة في الأهلي نادي الأهلي لو وقت يعني يصدقوني في كل الألعاب كل الألعاب طوقة إحنا من الأندية الأولية جدا في مصر بنشتغل بنشتغل وناس بتيجي التمرين والمدردين بيشتغلوا في رقب المتفرغين للتمرين يعني نادي يميدي لك كل الإمكانات تشتغلت مرة مرة بس هل يوقع إن النادي الأهلي في سنين اللي فاتت في قطاع في الفولي يبقى فيه مثلا في كل فرقة ماكسيمم اتنين لعيبة في المنتخد عمران ما كانت بتحصل إحنا نادي الألي كان بيهدي ستة سبعة ده اللعيبة الأساسي بالإحتياطي كان بيروح المنتخد أنا دلوقت لما أبص لأي تاني وهي إحنا اللي حصل برضو عشان ما نصدمش الناس اللي قابلينا إحنا الاتحاد كان نقفل على الانتقالات على النادي قفل الانتقالات على دي لديكت مشكلة جبيرة طبع فإحنا بالتالي بنشتغل بنفذ منه بقى هالقبض ما بنقدر طبع لكنها في الآخر إحنا لعبة إمكانيات يعني أنا لازم ندور على العيب إمكانات معينة سواء فيها مش الناس برضو تقول لي يعني أبني أبو قصير مش هيلعب لا هيلعب بس لدي يكون عنده نواحي توفقية نواحي رد يعني في حاجات تانية بالضبط في حاجات تانية تقرأ تخليه لحنا لعبة صعبة مش لعبة سهلة صعبة جدا فماشي لكن أنا برضو أدور على الأطوال أنا دي معرفش هكذا حد منبرة غير لمسلا واحي في سيزن أو حاجة فده الواقع فتقول لي بتعمل زي ما قال لأ الحمد لله بتعمل بس أنا تانية حضرت حدود لحاجة معي لا تحدش تكلم معي فنيا تكلمني إن لو ابنك تظلم من ناحيتك أو زم يسمونها يعني في حاجة أخلاقية أو حاجة تعاملية ماشي لكن فنيا لا وليس نظر وغير كده وغير كده حتى لو فنيا اللاعب نفسه يجي تكلم على شتى كلم مشكلة لها شايف أنها كنت أخذ في الأول أخذ في الآخر حاجة تسمعه وده كان طول عمره المتبع يعني أصد أقول حاجة أنت عايز اللاعب هو اللي يكون شخصيته ودي مهمة جدا محدش تكلم بالنيابة عنك كمان أسوأ حاجة في الألعاب الجماعي حضراتك طبعا قضرة مني يعني وعارف الروح السلبية يعني أنا دلوقتي لو الولد مش داخل جوا الفرقة وزهنه حاضر وحابب الفرقة وحابب المكسب الجماعي والهدف الأسمى اللي بنلعب مش هلكسر أه طبعا ده بحق سلبية غير طبعية بره وخذ بالله حركة معايش محترامي من كل الناس المشكلة جاية من البيت مش جاية من العيش صحيب اللي وراد كلهم ما شاء الله صفحة بيضة بس إحنا اللي عبدي من لها مش مضموطة خلي مالك بس كويس ملف كويس بس برافو بتعامل معاه بشكل جيد يا كابتن ودي حاجة كويسة ليه أنت عملت على كل نفلات حاجة بتقول حاجة حلوة عندك خبرات ودي ودي العبقرية الحقيقة اللي كانت من نادي الأهلي وكابتن الحمدي وأنهم يتكلموا مع حضرتك ومع الكوادر دي أنه أنت نهارده عندك يعني بتفكر بشكل أن أنت عايز تعمل استراتيجية وعايز تعمل شغل جوالنادي وعايز توصل بالقطاع لأحسن حاجاته بلازم نمشي صح أنصف حلو مش هديك طيب خلينا نروح لفرع تاني أو يعني أمر مهم تاني قالوا هو ناحية البدنية النهارده اللاعب أنت جبت جهاز فني كويس بس الفني ده مش هيبقى لوحده يقدر يشتغل محتاج حد فيزيكال يقوم لك اللاعب بعد رجلها خاصة الفيزيكال دي حاجة مكتسبة يعني ممكن اللاعب النهارده تشوفه تلاقي فت بعد شهر ما يبقاش فت دي حاجة أكورنج لتمرينه عملت في النحية البدنية أسست إزاي لجهاز يشتغل معك فيزيكال كويس في القطاع طبعا برضه احنا في النادي الاهلي في نظام كل حاجة محطوط يعني أنا حتى لما جيت زي ما يقوله أو الوصفة أو التوصيف بتاع الجهاز كل موجود ووصفة التنظيمة موجود وكان محطوط فيه اتنين عناصر اللاقة بدنية بيخدموه على فرق القطاع الولاد ونفس الكلام في البنات فده موجود وإحنا الحمد لله عندنا اتنين كويسين جدا ودكاتها في كلية تربية راضية ونس محترمة جدا احنا شغالين حاليا يعتبر أكتر مع الستة في الملعة وطبعا القطاع التعليمي شوية بيحتاج شغل فوتورك أكتر منه وحاجات رد فعل وطوافق ورشاقة أكتر شوية من السمين الأعلى من كده سمين الأعلى من كده منحول من أول 15 و17 ندني شوية شغل اللي هو بتاع الأسقال بس طبعا بالتكنيك والشغل خفيف شوية مع برضو الشغل الفوتورك والحاجات والشغلة على الكور والحاجات اللي هي مننسبة للفوليا كابتن شايف مستقبل الكرة الطائرة في هذه الأهل إزاي لا جميل بوصح حراتك تاني احنا الوقت عندنا في المنتخب اللي خلص مبارع بطوله 17 سنة 4 العيبة وأنا واثق أنه كان فيه منهم واحد على الأقل يستحقني يخش على الأقل واحد يستحقني يخش غير أننا عندي الفرقة تفرح من الأجيال في حركة تبقى دائما فيه تفرط في أجيال لأ في جيل 15 سنة عندنا جيل ما شاء الله هيل وبنحاول نحن بالسنة الجاية من دلوقتي نشغلين على فكرة مش رقفين للسنة الجاية بنحاول نشتغل نحن نعمل فرقة للسنة الجاية بحيث أننا نحافظ على الجيل من دي فرقة مرتبط ويبقى فيه تواصل ما بين الأجيال المشكلة اللي عندنا كبيرة أن عندك عدد ملعبة كويسة أو موهوبة بتضطر نفتحرقهم في عملية التصعيب يعني يلعبين وين شريف عبد الرحمن عندنا خالد شايل في رقيتهم 17 19 مع زميلهم فبيصعدوا هنا وين ساعات لتضطر يلعب أنا عندي كنت بعض من نشوف الجدول ورح أجيب الجدول ورقة وقال له بص أنا عندي مثلا عشر أنا عندي تمام ملعبة ويأتحك فطبعا يعني هل حالة الملعبة غير طبيعي ملعبة 2017 2017 و20 رجاء أولا صعب على طول صعب على طول فبنقض الحمد اللي لا متفهم كيفية حركة العلقة من محترمة جدا وفيها التنظيم بيقعد نحط راحتهم قبل مشاركاتهم وبنقض ننصقها مع بعض كابتو أشكرك شكرا جزيلا نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير القطاع الناشئين ونائب رئيس قطاع الناشئين وناشئات فيه نادي الأهلي كابتو الحمد الصافي بشكرك كابتو وعين وشرف تني وسعيد جدا وإن شاء الله هتعمل حاجة كويسية بيس أعزائي مشاهدينا هتطلع لفاصل بعد الفاصل معنا علاءة أبو القاسم أسطورة مصر في السلاح هنتكلم معها ومازال بيلعب هنتكلم معها مدالية الأولمبية عشرين اتناشر في لندن مدالية أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية برحب بأحد أسطير السلاح المصري صاحب مدالية أولمبيات لندن عشرين اتناشر والمدالية الوحيدة في تاريخ السلاح المصري واحد من الأسطير اللي يعني على مستوى فني عالي جدا وعلى مستوى خلق أيضا عالي مش كده بس الاتحاد برئاسة كابتن عمنا الحسيني استعام به بخبرته وهو لسه بيلعب مازال حتى الآن نبقى المدير الرياضي في الاتحاد يعني استعام به في حاجة إدارية أو منصب إداري أكيد ده بينم عن أسطورة كبيرة من ورانا في الستوديو كابتن علي أبو القاسم أهلا بك كابتن علي أهلا بحضرتك وشكرا عن المقدمة الجميلة ده حقك ومهما قلنا الدول في العالم كلها بتقدر لعبتها الأولمبيين ولما بيكون معانا أو في وجود لعب أولمبي لأ احنا لازم يعني يعني ننحني له احتراما وتقديرا لأن اللعب الأولمبي ده بيبقى أعلى أعلى وسام ممكن يجيبوا لعب لبلده هنبتدي مع مشوارك مع السلاح بدأ إزاي وبدأ إمتى وصولا لغاية مديلية 2012 بسم عمر رحيم طبعا الرياضة يعني الأسرة رياضية جدا وكان في تدعيم كبير أن أنا أبقى 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 برياضة بشكل بشكل صحي بلاش نقول بشكل احترافي بشكل صحي بشكل صحي دي كانت البداية أنه أقوي المناعة وأبقى أعمل حاجة مفيدة في أوقات الفراغ الموضوع بدأ طبعا كسباحة ورسم فعلا في الأول سباحة ورسم وكرات للدفاع عن نفس وألعب لفكت لفة حلوة لفكت لفة كويسة جدا وممكن كان فترة البطولات ممكن ما كانش يبقى فيه انجزاب للعبة لحد ما قابلت رياضة الشيش في اسكندرية في ناديل ساحسكندري وتعلقت بيها جدا ولاقيت ابن اسكندرية ابن اسكندرية موليد الجزائر جزائر بس عيشت هنا في اسكندرية عيشت في اسكندرية فترة كبيرة جدا هو الحد المدالية الأولمبية وبعد كده لفت العالم بقى لفتها بقى ما شاء الله هو أكبر عليك بدأت السلاح في اسكندرية كان عندك كم سنة تقريبا بدأت 98 كان عندي 8 سنين صغير يعني اللفة دي كلاك تقابل تبحيله وهم مهمة يعني كل الألعاب طبعا فديتك كل الألعاب مفيدة في الآخر نفس الفكرة بس طبعا مهمة تبقى الحاجات المقاومات اللي عند اللعب بيقدر يوظفها في اللعبة ولقيت نفسي في سلاح الشيش كنت استخدت خلفية من الألعاب الأخرى فديتني في البداية وأنا أشوال فالألعاب اللي هي باستخدام يد واحدة زي الألعاب المضرب ولكني الشمال بيبقى متعب بزيب لأنه حاجة بتبقى نادرة شوية بزيب فحسيت أن أنا في تقفية تميز فسمعت كلام حلو فمن جزء اللعبة كملت طبعا كان يعني كان دايما فيه صعوبة أن إحنا نقحق نتيجة على مستوى عالي ويمكن ده كان التحدي اللي شديني أن أنا حاول أكسر القاعدة دي أنه ليه إحنا بنغسر في اللعبة دي خاصة أن أنا تربيت على أجيال قوية جدا وأحنا صالة بتاعتنا في نادي الساح كاسمها صالة مصطفى زيان برضو من أساطير اللعبة والشهد التوفف في حدث الأليم في الطيارة كان فريق بطل عالم فأحنا امتداد برضو الأجيال كبيرة من أول أحمد حسنين باشا والواحد المصري في الأولمبياد فطبعا كان نفسي أكمل المسيرة دي والحمد لله ربنا كرامني بمدالية لندن ولسه مكمل ومكملين في أبطال جداد على الصحة وبيعملوا نتاك كويسة جدا وبيحاول على قد الإمكان أن أنفدهم أو أكون إلهام لهم على قد ما أقدر عايز أقولك أن أنت ما شاء الله كمان أنت مذاكر تاريخ واللي ملوش زي ما بيقول ومش حافظ تاريخه مش هبقى عنده تدافع أن يعمل حاجة في الحضر بتاعه لازم تعرف تاريخك كويس ولازم تبقى عارف أن أنت جايز تكمل على أعظامك يعني كتير ويمكن إحنا محتاجين في البلد دلوقتي محتاجين أنت باش بس على مستوى الرياضة على مستوى كل القطاعات لازم تعرف أن أنت جاي من سلالة أو عظام سبقوك فلازم تكمل اللي هم أكملوك طيب النهاردة أنت قبل ما تروح خليني قاف عند محطة مهمة وهي لندن قبل ما نروح للمحطة اللي جاية إن شاء الله وهي باريس عشرين عشرين قبل ما تشارك في لندن كان فيه مؤشرات بتقول إن علاء هياخد مدالية ولا كنت بعيد يعني أنا عايز أحط الأجواء لأن الأجواء هنا هتبقى مشابه للباريس اللي جاية هل كان فيه توقع ليك بمدالية ولا أنت جيت من بعيد والله السن أيام يلانك طلع من مرحلة الناشئين يعني يمكن ده اللي كان حاطت المدالية بعيد ولكن وكانت المرحلة البعضية مرحلة الكبار بس الترانسفير ده كان فيه وقت خدتلك سنتين مثلا في الرجال قبل الناشئين ولا خدت سنة يعني كان موسم كامل والله البطولات يعني هي فيه بنعمل حاجة فيه محطات اعداد ومحطات تأهيل وفيه البطولة الكبيرة البطولة الكبيرة هي بطولة عالم أو الأولمبيات الشغل بيبقى للبطولة دي في خلال التحضيرات ما بفيش حاجة اسمها لعب راح يجيب مديلي بس أنا قصد انت خدت بطولة علامة الناشئين بس لما بتطلع تلعب تلعب عايبة تانية أكبر منك بخمس وست وسبع وثمان وعشر سنين وما لعبت معهم قبل كده فالنهار سنة أنا حاجة صعبة أكيد ده حاجة معجزة يعني مصعبة لأ معجزة فعلا ده حقيق احنا الحمد لله يعني في الشيش كل المديليات في أوقات قياسية الأبطال عندنا في سن عندنا من 17 سنة ونتاج على مستوى الكبار فالسن الصغير بيبقى ميزة وبعد كده مجموعة الخبرات بيبقى بيبقى ميزة برضو الألعاب النزلية عنصر مفجأة بيبقى مطلوب فالسن الصغير بيبقى لي بيبقى لي فهيدا يمكن الفترة اللي هي كانت قابلة لندن احنا اشتغلنا على نفسي ومع المدارك كانت حد محترم جدا وكان تيمورك يعني كبير يعني كنا حوالي 4-5 مداربين شغالين معايا وكان في دعم كبير قوي صحيح ما كانش ما كانش ممكن إعلاميا ولكن احنا كنا كان ده الحلم يعني اشتغلتوا انتوا عايشين مداليا دي صورتك مزبوط اعلاء ويعني يعني اكيد لحظات عمرك كلها وعمرك كله في الشيش يعني ربنا يكرمك دلوقتي 25 سنة دلوقتي ان شاء الله الله هو اكبر يعني وحاجة جميلة جدا لندن هيبقى مزبوط لندن يا باشا المداليا الاعظم والمداليا الوحيدة في تاريخ الشيش الولمبية ان شاء الله تكررها السنة دي طيب هتخطى بقى المحطة الكبيرة واللي تهمنا كلنا كمتابعين ومحبين للرياضة وهي والشيش المصري وهي مدالية لندن عايز اخش بقى هنقفز بقى دلوقتي 10 سنوات بنستعد الباريس 2024 انت النهاردة تستعد بمكانين يعني يا باشا انت جاي داخل بروحين لعب في المنتخب المصري ومازالت الحمد لله ومدير رياضي انا بقول صح لو انا بقول المبوزش مظبوط او بقول غلط من فضلك صلاح للمدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح هتساعد مصر ازاي من المكانين والله يعني احنا مكاننا في المنتخب وتعودنا من زمان اي حاجة اقدر اعملها بعملها ممكن التايتل تكريمي بشكل كبير ولكن انا مش لوحدي يعني مش حاجة اعملها لوحدي فيه تيم كبير جدا 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 اول حاجة للمدربين كتير واقوية جدا وفي نفس وقت بنستعين برضو لو احتاجنا خبرات اجنبية او معسكرات خارجية بنعملها والتحاد ما بيتأخرش والرعاة زائد فيه فريق اداري قوي قوي وزائد فيه فريق طبي وفيه رعاة للاتحاد وفيه اتحاد شغال على مدار الساعة ففي الاخر انا ترس في المنظومة ممكن يكون عندي خبرات اولمبية او في بطوات العالم فبقدر انقلها للعيبة ممكن يبقى في بعض الملاحظات ممكن نتنقش فيها مع المداربين ولكن الحاجة الاكبر بيباشغال على نفسه دي اكتر حاجة اقدر اعملها للفريق او للبلدي انا بيباشغال على نفسي اطور من نفسي اكتر من انا اخد مكان او حاجة انا اعجز اقول لك المميز مميز في كل حاجة الله اكبر يعني ما شاء الله حتى ردودك ردود مميزة النهاردة بتقول انا ترسف منظومة فده بينم عن واحد او شخص فعلا يعني يعني ما اخدش مديل اولمبية من فراغ يعني انت ردك حتى رد يعني رد انت بتتكلم كفريق عمل انا راجل بشتغل فريق عمل اه انا مميز في حاجة معينة اني عندي خبرات اولمبية هنقلها اه بس المميز انا راجل رياضي وعارف عمر ما هنفع اقول واحد ايه بقى هجيب لنا مديلية ما هنفع شي كده وما فيش حاجة في الرياضة اسمح كده انت بتشتغل وبتسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بتاخد بالاسباب ولكن كل يعني لكل مقام المقال الله اعلى ما يحصل ايه في البطولة انت فيه احسن الموضوع ده فيه افديت تاني ممكن ولا انتو عملتوا اكسار جهودكو عشان نوصل لعشرين اعشرين احنا عملنا كل اللي في ادنا لا طبعا الفترة الاخيرة للالولمبيات هم يعني نضع نول دلوقتي في المائة متر الاخر للالولمبيات يعني دي مرحلة ما بعد التأهيل المرحلة اول نحن نتأهل والمرحلة بعد كده نحن نحضر للالولمبيات زي ما حك قلت انها لازم ناخد بالاسباب اي فطولة بنشارك فيها لازم بنشارك بتركيز يعني بيبقى زي ما قولنا هي محطة تأهيلية وتجربية للالولمبيات مهم من دلوقتي للالولمبيات اول نقطة طبعا ان العيبة توصل بصحة كويسة يعني الاصابات ما تبقى احنا واخدين بنا من الكرفات والحاجات دي ده الجزء الاهم الجزء التاني الجزء الفني بيبقى شغال بقى مع المدرب البرسون الكوتش يعني بيشتغلوا على التاكتكس يعني جربنا حاجة بنبدأ ان دي هنخبيها دي هنشتغل عليها لحد الالولمبيات ماشاء الله والحاجة الاخيرة هو ان احنا نقفل على نفسنا طبعا ده حاجة مهمة جدا ان احنا نبقى مركزين من دلوقتي حد الولمبيات نقل يعني اي حاجة ممكن تشتت تركيزك اي حاجة بالزبط وطبعا اللي انا بتمنى طبعا ان ما يبقاش في طبعا تأخير في الصفر حاجة دي بتأثر بشكل كبير كلما نقرب من البطولات يعني البطولة بنطلح في معادها كل الامور الادارية تبقى منتهي بحيث خلاص ده اخر حاجة ويبقى حرم وصلنا لحد هنا النهاردة قبل كده ان حك ذكرت اولمبيات 2012 2012 كنا طلعين يعني باتنين لعيبة ناشئين كويسين فعلا انتو النهاردة القاعدة زادت انا عايز اسأل سؤالين النهاردة شايف في تطور في اتجاه الرعاة يعني كان زمان بيبقى عندنا ازمة كبيرة جدا في التمويل البودجت اللي بتتحط للعيبة الالومبي وتبقى دي حاجة بتبقى صعبة وتثق الكاه الاتحاد وباش عارف انه روح يقول للوزارة الديني ما ما عندوش اي سورس تاني يقدر يجيب منه فهل حصل طفرة خاصة انت حضرت اول جيل كان في من لندن لغاية دلوقتي فانت عصرت جيلين جيل بطل وجيل دلوقتي معاك انت اكبر منه فالنهاردة هل ده حصل في التطور في المكان ده طيب الحاجة التانية ايه العدد النهاردة منتخب مصر كام واحد يتأهل الالومبياد كام واحد يقدر ينافسه بقوة النهاردة القاعدة العريضة بتاعتنا فعايز اجابتين في الاتجاهين دول اول نقطة الرعاية ما اتكلم بامانة طول الوقت احنا كان في دعم يعني من اول ما بدأت المبارزة كان في مشاريع وطنية ساعدتني وساعدت الزميل كتير وفي كل الالعاب فكان دايما في دعم من دلوقتي بشكل مختلف يعني عن طريق الرعاة في تطور ولكن برضو يعني في بعض الحاجات برضو ممكن بدي في تأخير شوية في برضو في لعيبة كتير محتاجة كمان دعم يعني مقدر شوية احنا وصلنا لسه للتوب بس احنا افضل يعني زي ما قلت لحضرتك كان في 2012 كان في اثنين لعيبة كويسين النهاردة احنا بنتكلم في سلاح الشيش في فرقة قوية كام واحد مثلا يعني انتو كام لاعب في المنتخب يعني نقول مثلا المنتخب الكبير هنتكلم كام لاعب مش هنقول اللي بيسافر هنقول القوام البيز اللي بيتاخد منه وتقول اسمهم عشان نستعرف احنا الولمبيات دي عن الولمبيات اللي قبلها واللي قبلها احنا هنشارك بفرقة مش احنا عندنا ست فرق بيحاولوا يتأهلوا تمام فيه اربع حسم وبشكل بشكل كبير وفيه فرقتين هيحاول لحد الاخر باذن الله يعني المتوقع خمس فرق تبقى متأهلة من اصل ستة تمام وبما ان الفرق كده بروح باتنين لعيبة كنا بنروح يعني كم يكون نروح بفريق بس بتكلم اللعيبة اللي كان بيبقى عليها العين او اللي كانت بتحقق النتيجة بالزبط او اتنين مثلا منهم جوه الفريق لا كم يكون واحد بس جوه الفريق احنا هنحد اخر الفرق من الستة كم لعب بتبقى تقريبا قوامها الفرق بيبقى قوامها اربع لعيبة تلاتة بيلعبوا الفردي وواحد بيبقى احتياطي يقدر يشارك في منافسات لو كلمنا اربعة في ستة يعني 24 لعب 24 لعب ده قوام المنتخى مثلا اللي بيشارك في التوت افريقيا ولكن اللي بيتدرب او اللي احنا بنختار منه بيبقى في حوالي ستة لتمانية في كل في كل نوع فده ده بيبقى يعني ممكن نخش مثلا لغاية 40 لعب انت عندك في المنبيات المنبيات حد الاقصى الكوتا عندنا نقدر نتقاهل بها هو 14 ده الحد اقصى لأي دولة لأي دولة 24 لعب نوع تحلس هل هم 6 فرق وطبعا ده يعني صعب جدا فحتى من الدول القوية جدا ممكن ما يتقاهلوش يعني ممكن ايطاليا ما تتقاهلش في السلاح ممكن فرنسا ما تتقاهلش في السلاح فاحنا الحمد لله حد دلوقتي 4 فممكن نوصل لخمسة ان شاء الله فهيبقى وردي التأهيل برقم انجاز جديد اللي احنا هنلعب عليه ان شاء الله الدورة دي انه نطلع بفريق قوي مش بأفراد أقوية ومدام منتخب يبقى كلهم أبطال يعني صحيح منتخب مصر مزبوط مزبوط طيب الأعمار يعني انا بتكلم ان احنا النهاردة عندنا احنا تصدرنا فترة من الفترات التصنيف العلامي للناشئين وكنا دايما الله أكبر من روحي نتائج مبهرة وشفت انا اكتر من مرة الرانكينج اللي بينزل من التحاد الدولي وبشوف قد ايه احنا كقطاع ناشئين كويسين جدا انا مش هتكلم على بريس عشرين عربعة عشرين انا هتكلم معك على لوس انجلوس كمان شخص ينتمي لقصة السلاح لدور إداري جوالاتحاد فأكيد عنده فيجن للأولمبياد بتاعت لوس انجلوس شغالين على ده ولا مستنين تعدوا بريس وبعكاد اشتغلوه اول خطوة بدأنا يعني نتكلم مع سلاحة الشيش ايوه اول خطوة بدأنا كان ان احنا نسابورت لعب يدخل الفريق الكبير وكان سنه خمستاشر سنة فدي كانت اول اول خطوة اسمه عبد الرحمن طلبة عبد الرحمن طلبة اه مزبوط والاتحاد دعم الموضوع ده وطبعا والده والدته هم اللي هم الفضل الاكبر والنهار ده هو من القوام الاساسي للفريق 15 سنة دلوقتي بقى بطل عالم تحت 17 سنة والعيب قوي جدا 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 دلوقتي بقى عنده دلوقتي 17 16 سنة يعني لسه بلعب تحت 17 الله أكبر وبإذن الله يشارك في الأولمبيات فالقرارات ما كانتش ان احنا نطلع بالفريق اللي موجود وخلاص لا كان فيه شغل كبير عبد الرحمن طلبة رقم 2 من على يمين اللي هو في النص من ناحية اليمين باين ان هو 15 سنة صغير عنهم الله أكبر بس بص يعني وشه فيه ويلنج فيه رغبة يعني عارف انت بتحس انه سعيد انه لا احنا احنا أسرة برضو احنا يعني هما اصبر مني بشوية بس بس احنا نعرف بعض من زمان جدا يعني عبد الرحمن نعرفه عنده خمس سنين لا لا ووالد يعني انت شارب صدقته برضو يعني كلنا أسرة واحدة وبعد كده عملنا فيه أولمبياد دكار 2026 ويمكن احنا من من أول الاتحادات وممكن اقول على مستوى العالم ان احنا عطينا فيجين ويمكن الاتحاد ده دورته من لحد تنتهي ب2024 لكن اتعامل المنتخب لدكار بنعده لتحت الأولمبياد الشباب 2026 كويس براو كان المنتخب ده موليد 2009 2010 2011 واشتغلته على ده وبدأنا الكلام ده سنة 2022 في بداية 2022 قبل 4 سنين هولا البطولة 26 مظبوط بدأنا 4 4 سنين والحمد لله أصمارت على العيبة برضو جديدة طالعة بحيس ان احنا عايزين نعمل استمرارية استمرارية وعلى المستوى برضو الهندية والهيئات فيه عيئات جديدة دخلت دخلت وفيه عيئات كمان بحيس السلاح لعبة مكلفة برضو يعني ازي والسلاح نفسه والبصاط اللي بتاعبه عليه اللعبة مكلفة والتولز والإكويمينت اللي انت عندك يعني الحاجات الحديثة بتاع التوتش ان هو يبقى الحاجات دي بتتوفر موجودة والله يعني هو في الآخر الرياضة استثمار طبعا والأهل بيستثمروا في ولادهم والنادي بيستثمر في لعبته وكذلك الاتحاد والوزارة واللجنة أولمبية لما النهاردة يكون في نتائج إذن ده استثمار استثمار ناجح ولما يبقى فيه رعاية ويبقى فيه هيئات جديدة يبقى ده استثمار ناجح فالحمد لله ده متوفر في رياضة الشيش من سن صغير للعبة كبيرة وبرضو السمرة اللي في الآخر يعني الولاد كلهم نجحين جدا دراسيا وعلى مستوى خريجي يا كبت حاجة كتير خريجي لا قولي قولي ليه ليه دائمان أنا قلت فوشت الكلام قلت الناجح ناجح في كل شي الله هو أكبر حتى ردودك ردود شخص يعني عاقل متزن عارف وهو بيقول ايه خريجي يا كبت من درست ايه والله هي هندسة وبعدين هندسة ليه كده بس والله جامعة اسكندري جامعة اسكندري كسوا ايه طيب قولي لا تعال لا 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 بس خلي بالك أنا مهندس فأنا برضو يعني بدي كده اللي هنلمبس مع بعض دخلت كسوا أنا كنت في كلية هندسة دخلت سنة 2008 ما شاء الله تمام وبعد كده 2010 يعني احترفت رياضة الشيش فكان طبعا مستحيل صعبة مع هندسة أنا كمان يعني ايام الفترة دي كنت برعب ما كانش فيه فريق يعني ما كان الموضوع على التدريب لكن التدريب خارج مصر والمدرب خارج مصر فكانت الموضوع صعبة تلقيت فرنسا ودرست عامل التدريب بشهادة اسمها متر درب ثم بعد كده رجعت مصر بعدها ودرست حبيت ان اخرج شوية بره مجال الرياضة حيما في الاكدبية كانت بحرية حبيت ان اتعلم برضو حاجة ومجال جديد فأدني وبعد كده طلعت الامارات بعد كده اعدت فرنسا اربع سنين وبعدين اعدت مصر وبعد كده روحت الامارات سنتين ثلاثة برضو خدت خبرة خبرة كبيرة كان في نادي الشرق الرياضي درست حاجة ولا لا لعبت وشتغلت يعني جالتين في نفس الوقت برضو اديتني خبرة كويسة وبعدين برضو كلمني وللؤلمبيات يعني كان الكلام ده بعد بعد توكيو فكلموني ورجعت وكانت خبرة كبيرة قوي يعني استفدت منها كتير جدا 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 السنتين دول على يعني برضو فيه فرق ما بين الملعب والجزء الاداري طبعا لان صناعة القرار واحد ممكن وهو بيلعب مش عارف بتيجي ازاي فالخبرة ده لانا القرار مش بتاعك انت بتاخد القرار لغيرك مزبوط النهارده الموضوع بقى فكرة تانية وشكل تانية بس انا عايز اروح لحتة معانا يعني اسطورة زي الكبيرة يعني وخليني دايما عيد وزيد واقول صاحب المدالية الولمبية الوحيدة في الشيش وده كان حدث ضخم جدا احنا مكناش مصدقين يعني احنا كنا بعيد خالص الشيش ايه اللي تجيب مدالية الولمبية ده احنا كنا حطين دماغنا في حتة تانية يا خالد طيب اللعيبة تتعامل معاك ازاي يعني انا بتخيل الصورة اللي ما جات معلش يا جماعة ريدو الصورة تانية لما جات الصورة انا شفت اجيال مختلفة وقفة وقفين جنب اسطورة لا مش وقفين جنبه بقى ك يعني ك كإداري لا ده بلعبوا معاك طب بلعبوا معاك السلاشة ازاي لا احنا يعني حسب حسب الوقت برضو هم الولاد كلهم يعني محترفين والاحتراف بالمناسبة مش مش فكرة عقد او فكرة او فكرة مزبوط مزبوط من تلك فاحنا في عارفين ما بدأ ملعب وقت الملعب وقت الملعب وقت التدريب وقت التدريب وخارج اللعبة والتدريب احنا كويسين جدا مع بعض عارفين يعني بيبقى الموضوع بسيط مش ما بيبقاش يعني بس دا ملهم ليهم خلي بالك انت برضو يعني برضو مش هتحس الشعور ده اصلك يعني انت الاسطورة فانت مش حسه انما اللي بيحسه اللي بيتعامل معاك انت بقى يعني انه هو بيلعب معاك بيتمرب معاك بياخد خبراتك بيشوف تحركاتك بيشوف مرائب تفاصيلك هتلاقي الولاد مرائبين تفاصيلك لانه النهارده هو عايز بقى سيك والله انا برضو يعني انا محزوز كان في قبل اي ناس ناس كويس يعني كان انا كابتن تامر تحون طبعا اذا كنت برضو ضربت معاك عندي 15 سنة وهو كان في اخر كاريره يعني انا مش عايز اتكبره لا لا كان بيلعب كان بيلعب كان حاجة والثلاثين كان ممكن اصغر شوهية بس كان برضو بيلعب وكنت كان بي كان يعني بيعتف علي كان بيلعب ممكن يلعب معاك خمس ست مالشوت تعلمت منه عشان خاطر اتعلم منه غير طبعا اخلاقه جوه الملعب وبرا بملعب فبردو احنا يعني دي حاجة دي كانت العادة وجرت العادة على كده دايمن اللعيب الكبير بيساعد اللعيب الاصغر منه اللعب ليه دور في الفريق بالمناسبة اللعيبة الصغيرة بيبقى ليها دور في الفريق طبعا وتمتد الحد الحد يعني الاتحاد والوزارة يعني كله كله ليه دور منظومة ترس ترسف منظومة كبيرة بس خليني اروح للبعد تاني كابتل عبدالامل حسيني انا شهدت فيه مجروحة صراحة لان انا بحبه جدا جدا ومش بحبه كحب شخصي يعني ان هو يعني صداقة لا انا بحبه كشخص مسؤول عن اتحاد مهم اتحاد أولمبي وبشوف قد دي هو بيتفانى وانا شايفه من احد الكواد الراضية العظيمة في مصر عبدالامل حسيني النهاردة هو بيتعامل معاكو ازاي انا برضو عايز اشوف من جوه من جوه الكواليس عبدالامل حسيني بيتعامل كرئيس الاتحاد ازاي عمل ايه في قسرة السلاح الشيش جابت جمع الناس ازاي بيفكر ازاي ايه المختلف اللي قدموا عبدالامل حسيني للاتحاد طبعا هو بداية الفترة اللي احنا دي الدورة التانية للاتحاد ده او للمجموعة دي وهي كانت دورة محتاجة محتاجة ان احنا نقدر يعني المنتخب بدأ ان هو يبقى قوي في كل الاسلحة يجب انثمار الشغل لا لا الاسلحة قبل كده كنا يعني انا بلعب شيش وفيه صيف وصيف مبارسة ففيه ثلاث انواع اسلحة وفيه ولاد وفيه بنات فعشان خاطر ان احنا نبدأ ان نبقى الشغل المتوازي على التالة اسلحة محتاج ان مبداليا ان الاتحاد يبقى فيه موارد او اتحاد يقدر طبعا طبعا انت مقولت لقلتلك في الاول فده كان جزء مهم جدا وده الاتحاد وفره في الدورة دي الحاجة التانية بصراحة وجودهم جنبنا في الملعب في البطولات دي حاجة كواسة قوي يعني كابتا عمد المناء بيتأثر بشكل كبير قوي معنا في الملعب بيزعل بيتبسط فبيدي كل حاجة فطبعا ده بيتنقل الحاجة التانية كل واحد في شغله مفيش تدخل ودي حاجة برضو اشيد بيها ان مفيش تدخل يعني مثلا فيه ثقة على انت مسؤول عن الجزئية دي مجلس ادارة عايز واحد اتنين ثلاثة بعرض الخطة وبعد كده هو في دهري وفي دهري اللعيبة فدي حاجة كويسة يمكن غايبة ممكن في اماكن جتير ومأسارة يعني بيبقى في حد تعالى يعني خد المكان ده ولكن بدون ما يبقى فيه ثقة متبادلة فبرضو الحاجة الكويسة ان كل واحد بيعمل بيعمل شغله على مستوى الاتحاد الدولي ونجم جدا ربا عليك لسه اسألك هناك برئيس تحاد دولي مزبوط هل ده فايدنا لما تبقى فيه كل كام البطولات دي في مصر بنستضيفها فطبعا دي فايدة كبيرة قوي يعني بس تشكرك فعلا فعلا لانه نهاردة بجيب لك كل بطولات العالم او بطولات الدولة دي يجيبها لك فمصر بلدك فده طبعا هو بيستغل بوزيشن بتاعه ده وضع طبيعي جدا انه يستغله المصلحة بلده والله انا عايز كمان اقول حاجة من الناس كتير بتتكلم على ممكن تقول لك يعني انت على رجل لعب او مسلا كنت لعب او ليه عايز منصب او كده مفيش حاجة اكتر من الواحد يبقى في المداليا لاعب وبيكسب مفيش اكبر من كده وانما الباقي بيبقى حبا في المكان وحبا لخدمة المكان لكن ما اسهل عن كابتا عبد المنعم او عن اي حد تاني انه يعني ما يعملش الكلام ده فطبعا احنا لازم نسابورت اي حد وصل لمكانة كبيرة او عايز يساعد يعني الوصل اللي مكانة كبيرة في الاتحاد الدولي او حتى يعني اصغر مدرب محتاج مننا دعم لاعب محتاج مننا دعم مش عيب بالعكس دي حاجة كويسة جدا وتبقى لخدمة اللعيبة الكمان دي اصعب شغلانا اللي انه تكون في الكواليس يعني صحيح اللعب هو اللي جندي مجهول اللعيبة في الاخر هي النجاح لها وهو اللي بيظهر والعامة في الكواليس بتبقى شغلانا بيبقى سعادة الاتحاد في نجاح اللعيبة فطبعا بشكرهم ويعني بتمنى لهم التوفيق طبعا الفترة اللي جاية السنة دي وان شاء الله الاتحاد يجني سمار الجهود دي نصيحة عايز منك نصيحة كده برشامة صغيرة اللي كل بيتفرج علينا مش بس اللي لعب شيش او سلاح او سلاح مبارزة او اي فرق من فرح السلاح كالصفة عامة لا انا عايز نصيحة للرياضي من بطل أولمبي اسطورة وصل لزروة نجاح اي رياضي في العالم بالمناسبة الامريكان بيعتذروا دايما عن بطوات العالم ولكن في الأولمبياد بيتدفعوا عشان يكون ليه مكان مع منتخب بلده عشان يجيب مديل الأولمبياد لان دي قمة التتويج عايز منك نصيحة ورقة كده صغيرة نكتب فيها كلماتين ثلاثة وانا هكتبهم بعد اذنك وراك عشان انا هتعلم منك مش عيب لان انت راجل اسطوري وراجل حققت حاجة كبيرة تقول لي تقول لي كل الرياضيين ايه او تقول لي كل اللي عايز يتعلم او يعمل حاجة ويحق النجاح في حياته تقول لي والله الحاجة ممكن ممكن اقدر اقولها دلوقتي بعد كل السنين اللاعب دي التوازن اهم حاجة التوازن اكتر من التفاني التوازن اكتر من التفاني التوازن بعد التوازن اقدر اتفاني في الحاجة اللي انا بعملها واللي انا بحبها ممكن شوية السوشيال ميديا زي ما بيقولوا الطريقة اللي بنصور بيها الأبطال أو الرول موديل إنه هو شخص يعني بيغلطش وبينام في الموعد المزبوط على طوله بيأكل أهم حاجة التوازن عشان أقدر إن أنا أخلي بالي من صحيتي وصحيتي النفسية قبل ما تبقى صحيتي الجسدية وده هيخليني قادر إن أنا أدي كل حاجة عندي في الملعب وبره الملعب أقدر أبتسم في وش الناس وقدر أنا أكون مفيد في المجتمع فنصيحتي للعيبة أهم من النتائج يعني نتيج فترة في العمر إنما الباقي طبعا إنه هو يبقى شخصية متوازنة قادر إنه هو يخدم ويبقى مفيد ولو مش النهاردة هيخدم ممكن بكرة يبقى عنده الطاقة إنه هو يعمل كده عايز أقول لك من هو يعني أنا قاعد ما بش بقى طاعك مستمتع جدا الحقيقة أول مرة يشرفني ضيف على الليفل بتاعك طبعا ويقول الكلمة دي كلمة التوازن دي كلمة على فكرة صعبة قوي صعبة قوي إن حد يحققها التوازن دي التوازن النفسي والتوازن الزهني والتوازن الجسدي والسلام النفسي معاك عشان توصل في الآخر للبطولة أنا عايز أقول لك كابتالي اتبسطتي جدا باللقاء ده شكرا شكرا إن شاء الله هيجي اليوم اللي هيقوده بس كادر زي ده إن شاء الله أتمنى في يوم الأيام أشوفي ليه وجود كبير على السحر رياضية المصرية بشكر حضراتكم شكرا جزيرا على حسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع العبطان